مشاهدين الكرام مرحبا بكم جميعا مجددا في متابعة تونس الاقتصادية في عدد اليوم سنعود على تفاصيل إجراءات قانون المالية لسنة 2023 بعض الفصول يعني أثارت جدل لكن سنحاول مع خبراء البرنامج اليوم أن نفسروها ونبصوها لأساد المشاهدين ثم سنتحدث عن قطاع مهم جدا هو في نمو متواصل قطاع التجارة الإلكترونية ما هي معوقات تقدم هذا القطاع شين الأفاق اللي يفتحها للباحثين عن شغل عبر التسويق الإلكتروني كل هذا وغيره من المواضيع سنتناولوه اليوم في تونس الاقتصادية البرنامج الاقتصادي الاجتماعي نبدأ كل عادة بمعرض الصحاف الاقتصادية ثم الرحب بضيوفنا نبدأ جولة أخبارنا الاقتصادية لهذا الأسبوع بما ورد بالصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على موقع الفيسبوك في علاقة بمصادقة المجلس الوزاري على مشروع المخطط التنموي 23-25-2000 ويتضمن المخطط التنموي حسب نص الخبر جملة الأولويات والسياسات والبرامج التنموية على الصعيدين القطاعي والجهوي في إطار التوجهات الكبرى التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 35-2000 والبرنامج الوطني للأصلاحات الهيكلية للفترة القادمة أما موقع إذاعة موزايك أفآم فقد ذكر أن إجمال قائم الدين الخارجي لتونس بلغ 132 مليار دينار سنة 21-2000 بحسب تقرير البنك الدولي واعتبر الخبير الاقتصادي عزدين سعدان أن مستوى تداين البلاد ينذر بالخطر مرجعا ذلك إلى تدهور الآفاق الاقتصادية للبلاد وسوء إدارة الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية موقع إذاعة إكسبرس أفآم تعرض في ركن أخباره الاقتصادية لما ورد في قانون المالية في علاقة بالاقتصاد التضامني حيث صرح أستاذ الاقتصاد لطف بن عيسى أن قانون المالية لسنة 23-2000 حافظ على ما تضمنه قانون المالية للسنة الماضية فيما يتعلق بتوفير خط تمويل لفائدة الاقتصاد الاجتماعي وتضامني لكن مع تغيير المستفيد الذي أصبح الشركات الأهلية وهو ما يعبر عن حرص رئاسة الدولة على إنجاح الشركات الأهلية وفي نفس سياق قانون المالية للسنة القادمة جاء بموقع إذاعة شمس أفآم أن الاتحاد التونسي للمهن الحرة دعا رئيس الدولة إلى القيام بالمراجعات الضرورية لقانون المالية والتوجه نحو الإصلاحات الحقيقية للنهوذ بالاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية ومحاربة الفساد وحمل الاتحاد التونسي للمهن الحرة الحكومة مسؤولية التداعيات السلبية الناتجة عن عديد الإجراءات الواردة بقانون المالية ومزيد ترد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حسب نص البلاغ في أخبارنا العالمية نتعرض لما ورد بموقع قناة سكاي نيوز عربية في خصوص رد روسيا على وضع الاتحاد الأوروبي لسقف أسعار للنفط الروسي وقد وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يمنع بيع النفط الخام والمنتجات النفطية إلى الشركات الأجنبية والأفراد التي تطبق السقف السعري في رد روسي طال انتظاره على الدول الغربية التي وضعت سقفا لأسعار النفط الروسي في محاولة للحد من قدرة موسكو على تحمل تكلفة حربها ضد أوكرانيا مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء سعداء جدا دائما بتلقي ملاحظاتكم ومقترحاتكم حول البرنامج والمواضيع التي تحب وديما نترقلها عبر الموقع الرسمي للترفزة التونسية رحب بذوفي الكرام سي خباب الحذري وهو مدير تنمية التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة وتنمية الصديرات مرحبا بيك أهلا وسهلا وأيضا سي صابر جفال خبير في التجارة الإلكترونية مرحبا بيك سي صابر نرحب أيضا سي ماهر قعيدة المحلل الاقتصادي والخبير بتاع البرنامج ثم أيضا سي الهادي بشير وهو منصق مشروع التفقيف المالي بمركز كوثر أهلا وسهلا والسيد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سي عمار ضايا مرحبا بيك سي عمار أهلا وسهلا أهلا وسهلا صوت المستهلك ديما معنا نحرص أن يكون موجود في تونس الاقتصادي سي ماهر سؤالي لك هو أنه بالحقيقة ثم برشة صيحات فزع تطلق من بعض الخبراء الاقتصاديين على أنه الوضع كارثي في تونس أنت متابع على شأن الاقتصادي هل هذا ينطبق فعلا على الواقع الموجود كما شفنا تصريح أحد الخبراء في معرض الصحافة الاقتصادية هو الوضع صعيب في البلدان العالم الكل مش كان في تونس لزمن النصب الوضعية هذه العالم الكامل عايش أزمة وأزمة اللي هي خانقة كما تعرفوا الأسعار النفط طالعة معناها أسعار صرف طالعة الحبوب الأسعار متاحها طالعة وبرشة بلدان أفريقية مش بتواجه معناها صعوبات كثيرة شح في المياه هذا الكل يوري اللي الاقتصاد العالمي يمشي في اتجاه أخر واليوم الاتجاه اللي يمشي له اللي هي إعادة تنظيم الخريطة الجيوستراتيجية وتونس القاتروحة ما بين هل هل الكبار هذو ما ما بين روسيا وصين وامريكيا اللي يحبوا يعودوا يوضع الخريطة الخريطة هذه موجودة من الف وتسعمائة وخمسة وعبعين عنها فيكليزاكوغ يلطا فلذا اليوم بش نقوله تونس تعيس عندنا الأزمة متاعنا اللي نعرفوها اللي هي أساسا أزمة سياسية بامتياز قبل ما تكون أزمة اقتصادية واليوم لازمنا ننصبوا الأمور خطر أحنا اليوم نعايشين تجارب معناها سياسية قاعدين نجربوا فيها بحاجات جديدة جديدة على تونس لكن قدرة التونسي قاعدة تتهرم معاش قادرين معناها قاعدين نشوفوا طبقة الوسطى قاعدة تنهار وصعوبات قاعدة تثقم نسبة التضخم معناها دينار قاعد يخسر من القيمة متاعه عشرة في المئة مش نوصلوا أعلنوا على 11% بداية من 2023 شو معناها؟ معناها في 33 تخسر 30% من قيمة الدينار متاعك التونسي معاش واصل بالمعناها تداعي لكن التصريحات سيماهر بعد إذنك يعني قد تشيري أنه الوضع كارثي يعني اللي بلائد غارقة هل هذا صحيح؟ مثل المواطنين تود داخلين على عام جديد هل فعلا يعني الوضعية كارثية إلى هذه الدرجة؟ والوضعية باش ما نكونوش سلبين الوضعية سعيبة ببرشة والوضعية إذا كان احنا ما نتلموش وما نرقوش حلول كبيرة نجمو نمشيو تداعيات قوية للبلاد لازمنا حلول لازمنا حلول أما احنا نشوفه جانب الإيجابي فما حلول أما إذا كان مناخذوهمش في مدى قصير جدا التداعيات نجم تكون وخيمة هذا هو كلمة مفتاح لابد من الإصراع في إيجاد هذه الحلول وتطبيقها وإحلالها على أرض الواقع هذا هو البرح أيضا رئيس الجمهورية التقى عدد من القيادات العسكرية وكذلك الأمنية بحضور رئيسة الحكومة سيدة نجلة بودن وقال اللي ثم أطراف تعمل على اختلاق الأزمة والأزمة حسب رأيك سيماهر الأزمات هذه شنية واشكون قاعد يختلق فيها كخبير كمحلق هي الأزمة قبل كل شيء مستوردة من بر اليوم كالأسعار النفط وهاك شوفت روسيا معناها توقف على التصدير المتاحة للبلدين الغير صديقة الأسعار مش تطلع بش أحنا بش نضروا لك عنا أزمة مستوردة من بر وعنها أزمة زادت نجم تكون مستحفة معناها بفعلي فاعل من بعض الأطراف السياسية اللي ماذا بها المنظومة هذه والنظام هذا يكون عنده مشاكل اجتماعية واقتصادية باش يتبضل للنظام السياسي هذا موجود في كل بلاد فما معارضة فما ناس مش تقدم بالديمقراطية مش في مصلحة البلاد في مصلحة الأحزاب المتاحة اذا احنا من نجمه كان ندو به موجود أما ما نظنش اللي الأزمة الكل جاية كان من الأطراف هذه الأزمة زادة على خاطر احنا معناها خطة استراتيجية واضحة للمواطن التونسي والأطراف الاقتصادية اليوم ضايع والضغط الجيبائيه مش نحكيه عليه كبير برشا فلذا ما نشعى عارفين المستقبل كبير الشيكوان نعم باه شوفوا الرقم هذي الآن مشاهدين الكرام سيخة باب شو قادلك في الذاكرة 2022 الدراسة اللي قمنا بها عدد المؤسسات اللي تنشط في مجال التجارة الإلكترونية رقم المعاملات ارتفاع يعني حقيقة نتصور أنه بعد الكوبيد صارت قفزة نوعية للتجارة الإلكترونية في تونس من خلال أرقام البنك المركزي حول الدفع الإلكتروني لونك هذا هو هذا هو بأن في قطاعك مهمك أنت بطبيعة سيعمار تنامي التجارة الإلكترونية 2022 2022 الحقيقة أبرز عنوان أبرز عنوان هو الصعوبات الصعوبات معناها بالنسبة للمنظور المستهلك كانت صعبة شوية للسنوات هذه من السنة هذه من تقريبا من فيفري مارس حسنا فيما يخص المقدر الشرائي المقدر الشرائي هذا يحب وخاصة يعني فقدان بعض المواد وكل المشكلة اللي كل مرة ثم مادة فيها مشكلة وبالتالي ما كانش ثم أرياحية سيصاب 2022 كما كانوا يقولوا لخيين عم صعيب على كل نواحي خاصة من الناحية الاقتصادية شفنا برشة مشاكل شفنا برشة عراقيل شفنا اللي الأزمة تمس الناس كل تمس العالم الكل تمس تونزي دا كيف كيف ما كما قال سيماهر نجموا نكونوا إيجابيين وفما ديما فما ديما لسوليشون اللي بش نحكيوا عليهم بات نعم سيليدي والله تقريبا أنا أكثر حاجة قاعدة تفرحت بها هي أنه وقع يعني التسريع في الانتروبيرابيليتي بين المسدي الخدمات المالية الرقمية يعني بنك المركزي أسرع في جوانا تقريبا ووقع قاموا بالتوقيع يعني الاتفاقية هذه اللي إن شاء الله بشتفتح البيب للسنة جديدة من ناحية هذه يعني عندها إفاق كبيرة وإن شاء الله المستقبل أحسن هذا هو أنت مشيت بنا للرقم الموالي تفضل الزملاء تفضلوا زملاء الرقم الموالي 2023 سيمير أنا حبيت على 2022 نرجع لك نرجع بعام 2022 على أنجيبر نور تونس والمنتخب التونس يزيد نور تونس هذي هو مزوز نقاط إيجابية بالنسبة لـ 2022 هذيكش نحب نشد منها 2023 الظهور لي فما رهانات سياسية يجبنا نخطوها مبعضنا ونلقاوا الحلول والحلول لازم تكون ناجعة وكيما قلت في أسرع معناها وقت ممكن والأطراف السياسية زي ما توقف من الحدد اللي موجود على خاطر تونسي معاش يتحمل هالوضعيات هذي الاقتصاد متاعنا نجمو نصرعو به بشي للتقدم أما في وضع سياسي في الظبابية هذي تونس مش تكون عندها تواجه خطورات سعبة جدا جدا خاصة اللي احنا عنا أزمة مالية وأزمة في الميزانيت الدولة متاعنا كبيرة برشها بشوفوها ما نجموش في الوضع هذا نكمنوا بالخطاة هذي نعم سي خباب شكرا تفائلوا إيجابية دونك إن شاء الله 23 تكون انتلاقة دونك نوعية لمختلف يعني الأنشطة الاقتصادية صحيح كما قال سي ماهر دونك صعيبة الظروف يعني رأوا فيها ولكن إن شاء الله تونس تسخر بالكفاءات نجموا نطوروا نجموا دونك نجحوا إن شاء الله المرحلة القادمة نعم سي عمر والله إن شاء الله لمستوى العناية بالمستهل شاء الله تكون معناها السنة فيها طمأنة وفيها أمل بالنسبة للتونسي لأنه الحقيقة حتى أكثر من الجوانب الاقتصادية حتى الجانب النفسي بالنسبة للتونسي اليوم معناها يقعد فيه مشكلة فبالتالي ينجم يكون معناها الأمل إن شاء الله على المستقبل وإن شاء الله نتجاوزوا هذه المحن وهذه الصعوبات نعم سي لاتي والله إن شاء الله ترجع الضحكة للتونسي وكي نرجع وكي ندوره في الشارع يعني نقع عباد فرحانة البياناتر إن شاء الله يبدأ من 2023 نبدأ من نخدم عليه نزربه في السلاحات وإن شاء الله ربي وفقنا إن شاء الله فضل تسي صبر الحاجة البهي اللي بدنا نحكيه على 2023 بالنسبة ليا في كلمتين يلزم نظرة استراتيجية للدولة نظرة استراتيجية ويكونوا الهيكل ملمومين حول النظرة هذية وشباب نصور السوليسيون بشي جيوا من عند الشباب أكثر من أكثر من العويم لتعدد شكرا ضيوفي نبدأ موضوعنا بعد هذه الجولة حول ما بقي في الذاكرة من سنة 22 وعشرين وعشرين ثم التوقعات للسنة القادمة خاصة الاقتصادين واجتماعين نبدأ موضوعنا مع التجارة الإلكترونية إيش نحويل القطاع هذا في تونس في هذا التقرير سجلت التجارة الإلكترونية في تونس تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بحسب تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي صنف بلادنا في المرتبة الرابعة إفريقيا في مجال التجارة الإلكترونية معتمدا في تصنيفه على نسبة مستخدم الأنترنت وسلامة الأنشطة الإلكترونية وجودة الشبكة البريدية وإجمال معاملات الدفع الإلكتروني هذا التطور الهام لا يمنع من وجود عديد المشاكل في هذا المجال خاصة إذا علمنا أن نسبة المعاملات الإلكترونية المكتملة لا تتجاوز الخمسة بالمئة ويعود السبب خاصة إلى فقدان الثقة في المعاملات التجارية الافتراضية والخوف من الوقوع ضحية عمليات التحي للمتنوعة في ظل انتشار ظهيرة التجارة عبر صفحات التواصل الاجتماعي التي يصعب تتبع أصحابها في حال وقوع عمليات غش على غرار تغيير نوعية المنتوج أو عدم إرسال المنتوج بعد الحصول على المقابل أو سرقة البيانات البنكية ورغم أن وزارة التجارة تقوم بمراقبة آلات الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية بطريقة قانونية إلا أن عددا هاما من المواقع التجارية الإلكترونية تبقى خارج إيطار الرقابة خاصة تلك التي لا تملك مقرا واضحا وتقتصر معاملاتها على الجانب الافتراضي وتعمل على إغراء الحريف بتخفيض الثمن وتجنيبه مشقة التنقل لكن ورغم إيجابياتها المتمثلة في ربح الوقت والجهد إلا أن الحريف يجد نفسه عاجزا على استرجاع حقه عند حصول أي إشكال ويعزف عن تتبع المتحينين خاصة في ظل طول إجراءات التقاضي وتعقيدها إضافة إلى عدم وجود إطار قانوني يحميه وتشير آخر الإحصائيات إلى أن نسبة المعاملات التجارية الإلكترونية بلغت 15% من جملة المعاملات الإلكترونية وبلغ عدد مواقع الواب التجارية المنخلطة في منظومات دفع الإلكتروني سنة 21 و2000 1436 موقعاً فيما بلغت القيمة الجملية للمعاملات الإلكترونية أكثر من 570 مليون دينار علماً وأن 80% من المعاملات الإفتراضية لا تندرج في هذه الإحصائيات لأن الفضاء الإفتراضي يقتصر على ربط الصلة بين البائي والحريف وهو ما يزيد من خطر الوقوع ضحية التحيل الكلمة التي تعودت برشا في هذا تقرير هي كلمة التحيل نرى ما عملت وزارة التجارة ترمية الصادرات من أجل الحد من هذه الظاهرة أو على الأقل التقليص منها نزيدكم بعض الأرقام بالنسبة للي أرد في هذا التقرير هي تونس في المرتبة الثالثة طبعاً إفريقياً 10 ألف معاملة إلكترونية وكذلك 15% من المعاملات التجارية هي معاملات إلكترونية و570 مليون دينار تقريباً هو حجم المعاملات باشتعرفوا قيمة هذا القطاع إذن أوسي خباب باشي أعطينا جديد تو أنت جيتنا تقريب عامل تالي سي خباب أكيد رأوا عندكم جديد قبل ما نجيو نخوضوا في التفاصيل متاع القطاع هذا صحيح شوفنا الكوفيد جائحة كورونا سرعت فينا سقق التجارة الإلكترونية لمسناها من خلال عدده وقيمة المعابلات الإلكترونية اللي طورت من سنة 2019 إلى 2021 كانت 3.8 مليون معاملة آخر 2021 صارت عشر مليون معاملة القيمة الجملية كانت 271 مليون دينار مشيت لسقف 577 مليون دينار والتسعة أشهر من سنة الحالية تم إنجاز قرابة 4.9 مليون معاملة إلكترونية بقيمة 619 مليون دينار ولكن هذا ما يمثل إلا عدد 1490 موقع المنخرط في منظومات دفع إلكتروني ولكن الخبراء يقولون أنه 80-85% من المعاملات قاعدت تصير يعني دفع عنده توصيل تصير معاملات نقدا ولما نجموش نحكيوا عليهم تجارة إلكترونية ولني كي دونك تصير عمليات الغش والتحيل خاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصفحات مجهولة لشكون صاحبها مفماش دونك يهبطوا في منتوجات أغلبها دونك مقلدة ولا مش منتوجات ذات جودة عالية يزيدوا يتعامنوا مع شركات توصيل اللي توصل الحريف لطرد متاعه ويتفاجأ الحريف أنه المنتوج متاعه مش كما اللي يكمنداه ولا مش كما اللي يلقاها أونليني دونك لني كمستهلك النبه متشريش من أي موقع واب دونك أشي من المواقع المعروفة اللي ورهم فما مؤسسات على الخطة الفصل عدد 25 من قانون التجارة الإلكترونية اللي منذ سنة 2000 اللي هو القانون عدد 83 يقول أنه يزم التاجر الإلكتروني ينشر الهوية متاعه كما تدخل الحنود تلقى كل بيتين دم علقاء نفس الشي على الموقع الإلكتروني مش رقم هاتف جوال وادرس ميل ما عندكش شكون حتى العنوان ما تلقاش لا معرف جبائي لا حتى شي حتى معطى من هذا النوع دونك اليوم أشري من عند مواقع الويب مش صحيحة لخطر مواقع التواصل الاجتماعي ثم بعض الخبير يقولنا هي لترويج ونشر المنتوج ولكن الأشياء يصير على المنصة ولا على موقع الويب متاع الشركة دونك نشوف تنامي هيل احنا إذا كان نحصل 80% ولا 85% بالمعاملات اللي تصير التجارة الإلكترونية ولكن هناك العديد من الأجراءات اللي يزمنا ناخذهم مثلا شركات النقل هذوم اللي قاعدين يتعاملوا مع الشركات اللي معندهم الشيكزيسون جوريديك معندهم استواجد قانوني أشخاص قاعدين يمتهنوا في مهنة التجارة الإلكترونية يزم الحد وهك عليش حتى قانون المالية فما بعض الأجراءات اللي هي تخص تجييع النجلين في الاقتصاد بالموازي إلى الانخراج في النظام دونك المنظم بالضبط باه قبل ما نعطي الكلمة لسي ماهر باش يعطينا قراءته في هذا القطاع وأيضا سيا عمار مهم جدا صوت المستهلك يعني عليش إلى حد الآن قاعدين نختم بقانون 98 لخصة تجارة الإلكترونية ولم نؤسس إلى إطار مشروعي جديد وكأنه قاعدين نتعامل بمنطقة التجارة التقليدية سيخباب علش إلى حد هذا اليوم لا مسحيح هو القانون عدد 83 لسنة 2000 ينظم العلاقة بين التاجر وبين الحريف في ظل الفضاء الرقمي مش على خاطر من عام 2000 أنه مش متبق ولكن المشكلة أنه الأشخاص قاعدين يميرشوا ويجعلوا أصلا تجارة الإلكترونية وهذا ما خرجته كمخرجية تمتع الدراسة اللي قمنا بها مع مؤتمر الأمم والتحدة أنه النصوص القانونية اللي تنظم تجارة الإلكترونية مش معروفة مش معروفة لدى الحريف الحريف عنده درواد وريتركتاسيون حق العدول عن الشراء في ظرف عشر أيام كما التجارة العادية نأكد لك أنه أي مواطن يجهل المعلومة هذه أنه اليوم مشريت عندك حق العدول عن الشراء في بعض عندك الحق بجتاعت لا تمشي التاجر هو اللي يفرض يعني القرار متاع يقول له لا يبدل ولا ما رجع لك هو حق من حقوق المواطن سواء في التجارة العادية أو التجارة الافتراضية نعم سيمير الحقيقة أنا فرحان برشة وماذا بنا سي خباب سدعوه ذيفو بليسوفا على خاطر للكوميقس إلكترونيك يجب أن يكون معناها بند قار في التقاية هذه اليوم خويا اللي يحب سي صابر يحكي على الشباب وانا اليوم شغلي شغيل هو الشباب اليوم يحب يحل المشروع قوانين صعبة ومحاسبة وحي السبات وجباية واخوية أنا الكميرس الإلكترونيك نحبه برشة لا يستحق لحانوت لا يستحق فوند كوميرس لا يستحق كرهب لا يستحق يشري سلعة لا كريه لا حد شيء نعطيه فرصة واليوم ماذبية الشباب يمشي للكوميرس الإلكترونيك وحتى إذا كان عنا الخطاء هذا خطرنا نشري بالكميرس الإلكترونيك تسعة وتسعين ديزان خمس سعين فلمية مشي رأيتم تايمشيوا بالقدي لبسي عليهم عندي حتى مشكلة حب نشجعوا اليوم علش على خاطر اليوم عنديك خداي ثمانيمة ألف تاجر ماذا بي كل رقم قطلي ألف وربعمية عنا بارك تخيين في التجارة الإلكترونية اليوم معناها الإيكو سيستيم ديجيتال أيكو سيستيم ديجيتال هكو كبر أضعاف أضعاف المرات اللي احنا نخدمو فيه بسيش خلي بالأخطاء هذو ما هو تستيراء طم برشة أما اليوم نجمنا نسجعوا شبابنا نجمنا نمشي دونالوجيك دو بلاتفورم توسي سابر يحكي اليوم الشباب ينجم بسرعة ما غير ما يصرف في حانوت ما غير ما يصرف في ما عندوش فلوس احنا خانقينوا من جميع إيمان خانقينوا في الجباية خانقينوا في القوانين في المشاريع التجارة الإلكترونية هو المنفذ الوحيد خليه يذكر هابته هذو السلعة مثالش نشجعوا خلي يشري ويتعلم يتجع نشجعوا خاتروا راهم فما تجارة عالمية نحبون نحلوه نحلونا أخويا هاتوا نحكي معناها الانكليزيون ديجيتال الانكليزيون فينانسيير اليوم فما 30% برك عندهم حساب بنكي ماذا بي الانكليزيون ديجيتال تكون بالحكيه هذه نحلونا قانون الصرف إن شاء الله معناها ما يسموه اليوم كيتعلم هو تجارة إلكترونية وصي سابر شحكينا بسكر هما يصدروا في العالم اليوم احنا توانسك ينعلموهم التجارة هذي وكشوف احنا نوصوم كلاسي اليوم معناها سبعين سبع وسبعين عالمي واخرنا بسبعة درجات لكن أول في الافريق دي نور خلي الشباب يستنس ويتعلم وانو غادي بوكسي ما مش خلصوا في الجباية ما مش بقطرين ما مش يطبقوا في القوانين اللي هما الصعيب عليهم لكن تعلموا تجارة سهلة وتعلموا المخ اليوم الانستجرامير والانفليونسور هذا هو سؤالي بعد هتك صح على ناجيتني انت سيمار طول نسلوا سؤالة ذاك كيف يمكن إدماج صانعي المحتوى على اليوتيوب والانستجرام والفيسبوك في هذا النوع من التجارة درج لازم نشجعوه فعلا هذه الكلمة أنا معك سي عمار رئيس منظمة دفاع المستالك شنية أولا أحب نسرك ديما سؤال تقليدي شوية هو شنية التشكيات اللي تجيكم في هذا المجال كل أنواع لذكر التو تقريبا تحيل معناها كل أنواع تقريبا اللي نتخيلوها موجودة أنا نقول رهو نحكيه على جانب الانتصاب الفوضوي في الإلكتروني لأنه لكان يكون بالعكس نحن نحب ونمشي لل تنظيم الالكتروني وبالعكس فيها أفاق أكثر وتشوف أنت شباب عندك كليات وتخرج فيه ناس مختصين في المجالات وكل واحد نجب عم الستارتاب ونجب يخدم مع العالم مع بقية العالم وينسج معناها علاقات ويصدر وإلى لكن المشكلة أحنا أنه وقت معناها ثورة للتكنولوجية كي جاءت أحنا المجتمع متعنا مش جهز البنية التحتية الإلكتروني لا البنية التحتية لتشريعات معناها مقدمة مليح لتونا نتعامل بعقلية ورقية مع الإلكتروني نفكر حتى في التشريعات نفكر على قوانين التجارة العادية المعروفة وإحنا نحبوها التطبق على الإلكتروني واللي ينتي تاوي الفكرة اللي أرحبت بها متع سانعي المحتوي كل رام يستدموا بحاجات غير قانونية وينجموا ويتحكموا عليه الإشهار الكاذب وكل هذا كل رام ومش موش كل إنسان يجي يخرج يقدم إكرامه ويقول شي يحب على منتوج هو ما يعرفوش وما يعرفوش حتى المصدر متاعه منين والمواصفات متاعه والنجم يعرض روحه للخطر على كل إحنا شو قلنا كمنظمة أول حاجة يجينا برشة الشكيات وعادة تكون لعنا فرصة باش نوضح أشياء وخرجنا حتى بلغت أنت ناع على التعامل مع صفحات المشبوهة ولا اللي ما تعرفهاش ولا ينكره لأنك أنت تتعامل مع سيد علي الريح معناه مع حد حد نهارة اللي أنت مناهة وإلا هذا من اللي يجيك بسيارة من تعطيه فلوس إلا ما تاخذ فاتورة وتاخذ ضمان وتفتح تشوف المنتوج متاعك ثم شكون لون يلقى لون خذاء قياس يلقى قياس وبعدين الأخر معاش نتعامل معه بينما مثلا جينا تشكيات مع عنوين معلومة نتدخل احنا كمنظم ونرجع له حقه لأنه عنا انفيزافية عنا مع شكون نتعامل الآخرين ما فاماش ثنين أنه ثم كذلك تجار اللي هما في الميدان موجودين ألقاها فرصة زدها حتى على فيسبوك ينجي يبيع السلعة متاعه ويعوضي حل المتجر متاعه ويبيع ولا يبيع من غادي ويبيع من غادي معناها لا تتعدى على اقباض ولا تتعدى معناها حجم أخ هذك عليش احنا ديما نقوله بالنسبة للقطاع هذا ما هوش خيار اليوم حتمية اليوم حتمية لأنه يزمنا نحضره احنا رواحنا هنا نعرف شنين المشاكل اللي موجودة نلقوا الحلول اليوم حتمية كي تبدأ هناك الأمور مجهزة تكنولوجيا اي نا نا شو حتمية يقال عن يعني أمور بتاع دفع الكتروني تبدأ منظمة هتوسي خباب يحكينا بعد شوية بعد اذنك نرجعو لك شوية أنا في تدخلات المنظمة بعد شوية مهم جدا كيفش يتعاون المواطنين انتوما في انكم متوسطوا الشكاوى متاعهم إلى وزارة التجارة المعنية بدرجة ولا نحب نشوف أنا نافذة أخرى في الحقيقة على التسويق الإلكتروني وأحنا معنا خبير سيصابر جفال يعني هو مدير بأحدى المؤسسات المختصة لكن هو أيضا خبير في مجال التسويق هذه فتح أثاق كبيرة بارشة للشباب بساعة قبل كل شيء أنك تخرج للعالم وانتي يعني عندك حاسوب متاعك عندك شركة بتكون شركة بطبيعة لكن تعمل في حلول معلوماتية في التجارة الإلكترونية شنه الأثاق الشباب اللي يتبعوا فينا توسي صابر شنو تنجم تقولهم على الموضوع هذا كيفاش نمشيوا لهذا القطاع بشكل منظم بش نجاو بعض السؤالة وبش نجاو بعض الأخيين اللي كانوا يحكيوا فما زوز أنواع في التجارة الإلكترونية فما التجارة الإلكترونية المنظمة وفما تجارة الإلكترونية العشوائية كما كانوا يقولوا الأخيين دونك تجارة الإلكترونية المنظمة مع نتعباد عندهم شركات قيمة الذات معروفين شكون في إطار قانوني يمارسوا في التجارة متاحهم وفما ملغوز ما اللي هنا بالنسبة الجانب المنظم من هذا القطاع هو اللي عندهم منصات صحيح مش اللي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح تلقاها دوت كوم ولا دوت تيين ولا غير هذا الشي قصد هذا يشنو نقصد اللي عندهم منصات اللي عندهم دي سيتي كوميرس اللي عندهم دي سيتي اللي بيو عليهم المنتوجات متاحهم تبدأ شركة معروفة وهي امتداد هي الواجهة الالكترونية للشركة صحيح هي سلافتخين متاع متاع شركة هذيك اللي نجم من خلالها يسوق للمنتوجات متاحه أنا السؤال اللي ترح نفسه بالنسبة لي العباد اللي يتمارس في التجارة الالكترونية العشوائية السؤال اللي ترح نفسه اللي يوم نقصوهم ولا نسألوا السؤال كيفاش ندخلوهم في الإطار القانوني بشي والي يمارسوا التجارة الالكترونية في إطار القانوني والجناغ دولفالو غاجوتي القيمة المضافة لهم لجيها متاحهم للدولة زادة بصفة خاصة نعم شكوني تحبي جاوبك عليس جاوب سي خباب يولي هو نجاوبك ونسبق لحداث قانون المالية لسامة 2023 موجود نظام يشجع الانخراط في الاقتصاد من الاقتصاد الموازي الانخراط في النظام الجبائي المنظم نظام المبادر الاتي اوتو انتربرنور اللي مش حاجة جيدة لبرة اي واحد يحب يعمل مشروع يحل البتين ده اوتو ويخدم على الروح موجودة رهي الحلول ما كيفاش يعني هي حتى في الصين نذكر قبل لمشينا جاي وقالوا اسمع اللي يعمل يمشي يخدم انلين عنده امتيازات بعد اربع سنين الانبر والا اكسبونانسي طلع اسمع الناس الكليكية يتولى في مبارشة فرودو كليكية يزون اتن الوبجيكتيف دوغمانتي يوم عنا 1480 شريكة لوركو عنا 700000 شريكة توزية كان دنيا دنيا كلهم عنده موقع واب كلهم يستعملوا التسويق الالكتروني هذا من دوره يخدم شركات الهنسة الاعلامية اللي يصنع المحتوى ولا مواقع الواب هذا من دوره يخدم وكالات التسويق الرقمي دونك اللي قاعدين يشوفوا حالة شاذة لو تسمع سي خباب سمعني حتى مصممي مواقع الواب الحقيقة غالين برشا يعني يبعث شاب جديد بش يدفع لك 4 ملين و3 ملين ونص بش هو يعمل زادة يزمن الخم وشوية فكاليش يبدأ على مواقع تواصل الاجتماع يشوف جسل السوق فهم ومبعد ينجم ينتصب الحساب الخاص ويطور كما قلت زادة منصات يعني اللي تسهل باش تخلق خلق ويب في عطم شي شركة خلاصة 3 4 10 يصل حتى 50 مليون نجم تخلق موقع الواب متاعك وتخدم اليوم الأفق موجودة بالنسبة للشباب وبالنسبة التجارة الالكترونية ريال مون هذي المسنا في مجال تجديد اللي صارت مع رئيسة الحكومة وزارة الاقتصاد والتخطيط لدعم المبادرة المؤسسات الناشية أول مرة حتى شفت شابوبا بالنسبة رئيسة الحكومة شفنا قرابة 15 وزارة سيدة رئيس الحكومة جاءت شفنا بين القطاع الخاص والواحد وتم قبول مختلف المقترحات بالنسبة اللي تم اقتراح في مختلف القطاعات تقيق 126 مشروع في مختلف القطاعات نهارين لتالي صار مجلس وزاري المسادقة من 10 يال موسادقة ولكن فم التجديد لدفع المبادرة الخاصة لدفع المؤسسات الناشئة هذا المستقبل انه تمشي البلدين في أوروبا يعني الحقيقة يمكن الكاش اللي يدور هو 5% يجي مع تتخلص ولا غير بكلها يعني باعتماد البطاقات البنكية ناجح ربما في مخص التفضل بيس خباب حول المبتدئين ربما عندها شمكانيات وعلى روان نجم نعمل سوق جملة الالكترونية روان نجم دولة تعمل بلاتفارم يدخلوا فيها شباب هذم ويمارسوا التجارة من غير ما يكون عنده عبق هو مخير يكون منظم وانت تحضر له أرضية ويكون منظم مخترح جيد نعم سمحني لوجيني تونيزيان وقف من جمش انت سايب الشباب هو ما يعمل بلاتفارم ويعرف كيف يدخل في البلاتفارم ويروج خاصة تم منصات مجانية هذا هو يبدأ مجاني روي نجم يتشجع يتنظم ويخرج من الفوضوي إلى هذا هو مرحب بيك معنا شاب أيضا آخر مبدع وخبير هو سيلهادي تمثل مركز المرأة العربية كاثر تم عادكم مبادرة في هذا المجال في مجال التفقيف المالي لو كانت حدثنا عليها شوية والله هو تقريبا لوخيان يعني يحكي على الكاملة الكوميرسي الإلكترونيك فما مهم برشة سسلة تهم الدفع وتهم يعني كيف العباد تولي عندها ثقة وتولي عندها معرفة أنها تستعمل الخدمات هذية بش نجم تساهم في السلسلة هذية الكل ثم مشكلة هي مشكلة النفاذ كيفاش يولي عندي كونت بانكير ولا ما يوليش على خاطر نسبة ضعيفة برش بش ساعة بششارك في هذا كل يجب حساب بنك بش نبدأ متفهمي نسبة كبيرة ما عندهم مش حساب بنك الحل الجديد توا وإن شاء الله نسبة كبيرة من الناس ما عندهش المعرفة المالية الكافية هذا كنا نحكيه في العام كنجيه نحكيه وزادة ندخل شوية بين الديسباريتي ريجيونال ننقاو مشكلة فرق كبير تفاوت الجيه نعم كنجيه التفاوت زادة بين النوع الاجتماعي بين النساء والرجال ننقاو كيف كيف فما أشياء من النوع هذا ولهذا احنا حطينا مركز مرأة العربية وعنده يعني واحدة هي واحدة الاقليمية للتفقيف المالي يعني مع الجيه زادة والبنك المركزي وزارة المالية عملوا مشروع في إطار مشروع الانكليزيون فنانسيار والشمول المالي في تونس مشروع حول التفقيف المالي في تونس وإن شاء الله اخرجنا اليوم من تقريبا كمنا الأكاديميات التدريبية لتكوين سفراء الخدمات المالية الرقمية في تونس في كل ولاية تكونوا عنا سفراء شكونهم سفراء شباب خبراء شباب خبراء من المجتمع المدني أو من مؤسسات تابعة للدولة كما مثلا وزارة الفلاحة أو المكاتب بتاع السير دي أو مكاتب الإرشاد الفلاحي هذو تواجههم تعنا أكثر هو أنه مش نخدمه على الوسط الريفي والشبه الحضري وين بالحق فما تأخر كبير ما نحبوهمش احنا نقدمه وخليوهم التالي أنه بعد يجي نهار استراتيجية وطنية اللي هي قريب توفة استراتيجية وطنية للشمول المالية 2018-2022 في اللاكس لول المتاحة حول الفينوس ديجيتال ولاكس الخامس المتاحة حول التفقيف المالي وكذلك الاستراتيجية 2025 تعرق منها ولاكس لولاني المتاحة اللي هو السيرفيس الفينوسية ديجيتال نعم شكرا لك سنعود إليك في أكثر تفاصيل بعد قليل لمشاهدين الكرام أنتم في متابعة تونس الاقتصادية نذكر أن في الجزء الثاني سنتطرق إلى إجراءات قانون المالية 2023 سيمهر فضل من الشكل اللي حكيتوا عليهم الكل نحن نجمح لهم في سافيسا أول حاجة فهم ينقر بدا بخانتساج ماذا بنا تونس تدخل في الكرب بدا بخانتساج ونحلو المجال للشباب وما تسعبوش عليهم بالقوانين مفضلكم كما قلو لكم اللي نحكيو عليه عليه باش ننصبو الأمور دوك لازم نشجح ثاني حاجة باش نحل المشكلة الجيبية ونحل النظام واتس ترى نخلق لانترميدياشن فينسيار الوساطة المالية الوساطة المالية التليفون هذا كي يولي لترانزاكسون ويتعديوا بالتليفون وتصير سكونابل الكونفرجانس ما بين البنوك والمؤسسات والبريد زده والبريد والمؤسسات الكميليكاستي تصير تصير انتي كل مرة وكي تبيع مش تخليه انترس مش تخليلي أثر الناجم في جيبية نجيبك الناجم في الاقتصاد نعرفك الناجم في اللحصايات نعرف كل شي سيبون البايمان في تليفون سهلون خطر سهل العملية اليوم في أفريقيا سبعين في المئة بلدين حتى تسعين في المئة من خلصوا كم تليفونيتهم أنا نطبع في المرأة الريفية وقعد نشاجع فيها تليفونها مش حتى حد من فكلها فلوسها هل هذا يختضي تضخف مالي مش أنا علاش كي يخلصها على تليفونها الناجم نعملها ضمان اجتماعي وتقول لي هي ما اشتقبل إلا ما تخلص على تليفونها باش الضمان اجتماعي باش نحن نحمي المرأة اللي احنا نصغلو فيها الناس كل اليوم فات الانترميدياشون والتليفون اليوم هي اليوم فما الناس تقدم لبيرو راح تشاي تليفون راس المال متاحها يخدموا بالتليفون يفهموا راح الاقتصاد ما عادش قوانين واحد راحوا تعملوا قوانين مش يشتازو حطوا العراقية لمتاعكم الكل فما أرض واقع معناها في المون ديجيتال اللي مش هلقاوا الحلول باش يتهربوا لكن ما ينجموش يتهربوا بغلات خاص في نانسير اللي مش خلوها هالأثر المالي في تليفون نعم سيخة باب صحيح هنا عمل إشارة وإحالة مهمة جدا سيماهر على مسألة القطاع البنكي والقطاع البريدي عليش المساهمة بتاعهم لحد هذا اليوم ضعيفة في هذا المجال والله فما مجهودات واش نسمع روح يش نحكي باسم البنك المركزي التونسي نخدموا مع بعضنا أحضرت قداش منه اجتماع فما مجهود باش لرقمنتوا دفع يعني تنمية الدفع عبر الهاتف الجوال اليوم معنا تسعة برستاتير سيرفيز دو بايمون متواجدين دونك منهم سبعة بنوك واثنين دي زيتابلسمان دو بايمون دونك النوم برقاعد يمشي ويكثر وهذا يعني تم يعني فتحة البيب بالنسبة لبعثين شبين بالنسبة لستارتابير شيخدموا ذك عليش على لنسي لسانت بوكس ريجلومنتير قبل ما تطلق المنصة للدفع متاعك خنجربوها نشوفوها سيبون تستجيب المعايير وليه دونك لقا نشوفيه فما ولانتي لننشوفو العمولة العمولة يعني على شاك ترانزاكسيون انتي كتاجر تخلص من عشر واحد بالمئة اثنين بالمئة ثلاثة بالمئة يزبنا نظرة على اساس نحيوها العمولة مدة اربعة خمسة سنين خلي يزهر خلي يتحول الدفع خلي اليوم ما تمشي من عشر السر ومعندوش الترمينال دو بايمون علاش يقول لك يا أخوي من عشر منطان كفلاني شانقصون ثلاثة ولا سنك بورسان دون خلي نعمل السياسي وهذا فما فما استراتيجية كاملة بنسبة الحد من تداول نقدم بنسبة البنك المركزي وحتى في الإطار هذي ما شسمه مشروع قانون المالية رقمنا طبع جيبائي وقعد ماشي مسافر تجي تلو نجم تشري هونليني بتليفونك دونك بادر الخير ولكن يزم الأسراع اليوم اللي تكنولوجي اللي تري رابيدمون نحن نعمل خطوة ولا تكنولوجي تهرب بنا خمسين خطوة دونك يفو إتراجيل يفو يفو حتى الدولة يتأخذ إجراءات تغذر الغدوة اليوم اللي نحكيه على الميتا فيروس نحكيه على العالم الافتراضي تنجم تشري أراضي تنجم تشري تخلق متاجر افتراضية لكن التونسي هنا نجيه للطبع الجبائي ساعة انت اذكرت موضوع مهم جدا نعمل برشا ضجيج يقول لك أنا مش ناخده التوصيل للطبع الجبائي لا لا تشريه هون ليني وهكا عندك عندك حس يقول لك تخلي أثر اليوم حتى منعش ترانزاكسيون كي تعملها تخلي أثر على هاتف متاعك على البريد الالكتروني وما هكومت بالترانزاكسيون دكون وبالنسبة للموضوع متاع ثيقة مسألة ثيقة يعني انتي قلت تبيع وتشري الأراضي ومختلف حتى تجهيزات الالكترومنزلية وغيره يعني مسألة الخوف من المجهول وكانك مش ندخل في عالم إلكتروني بنكي يخوف التونسي هناك كيفاش نطمنوه يا سي خباب اليوم ما يزم احترام القوانين هذا ملاش سي ماهر قالك معنا ملاش في حاجة القوانين لا ما قلت مش في حاجة قلت نتعلمه هو يعرف أكثر منه القوانين اللي موجودة في تونس أول حاجة مؤخرين بعشر وخمسة سنة التالي والاقتصاد الافتراضي مقدم خمسة سنة القدام ويبش حط روح هنا نحكيه على القانون سنة الفين رأو احنا الفين واثين وعشرين العالم تطور بشكل رهيب ما نتأقلمه مع التقنيات ومع التطورات التكنولوجية القانون خلقه في الجهة ويعملوا في ممارسة أخرى نتبع الممارسة ولا نتبع القانون يجب من الممارسة اللي موجودة اللي تعمل يجب من أطر الممارسة بالقانون ديكلاري نعم ديكلاري أكثر سمح يجب من أطر الممارسة بالقانون هذا الحال هذا هو اللي نحب عليه سي عمار سلطة قبيلة لو تسمح على تدخلاتكم ثم أعطينا رؤية المنظمة في هذا المجال والله احنا الحقيقة اللوجه في كل الحلول اللي تخلي المواطن في حماية وتسهل عليها لحياة متاع كل الأفكار اللي تمشي بهذا الاتجاه مرحبا بها اثنين في بعض الحالات نستغرب احنا نستغرب الجامعة التونسية عمرها 60 عام خرجت واحنا مزلنا عاجزين على أننا نتقى وحلول مش يعارف تسائل كبير برش تجاه الإلكترونية عنا جامعة عنا كليات يتخرج في مختصين وين مشاوا هل يتخرجوا قداش من عام وين مشاوا فرص وربا هذا علش ما نخرجناها من الاختصاص هيتظوم كان ما نفعوناش واحنا مزلنا اليوم وشوف ربما أنا نسترجع دي من الذهني صار الابليكاسيون متاع التاكسي صار عليها ما صار وما تلقاش حتى واحد يحمي أنا بيدي يتصل تقريبا بكل مسؤول هذي يقول لي خاتين أنا قلت لهم أنا تونس كل ما مش يدخل في الجارة متاع السيكريتي تونس احنا عنا التراب يحميه الأمن والجيش من يحمينه إلكترونيا ما وإحنا زادة يزبنا نكونوا عارفين بشنو قد يصير هذيك اللي حط اللي قلت أنت بكري للإنسان ثم هاجس وعدم ثيقة وخايف وكذا خايف لأنه بالحق معنا أنت تتعامل مع أشياء مش مضمونة اثنين رو عنا السرعات متفاوتة حتى في الإدارة التونسية نعتيك مثلا أنت مثلا تخرج مضمون الديستانس أي ما هو فيه تهزه في بعض الإدارات تقول لك لا يزم فيه طبعا أنت البلدية تعاود تمشي ترجع شد الصف مرخ دونك شربحت شربحت معناها عملنا تقنية وما تسمع ما انتفعناش به هذا هذا راهوي نجم يتسحب على كل الممارسات المتاعنا التجارية اللحظة قوله سيعمار لابد الآن من تأثير هذا القطاع تأكيد ثم دعم الأمن السيبرني الخاص به صحي وخليني فقط نتفعل مع البرنامج متاع الاندماج وتع مرخز كوثر للمرأة العربية لا مع المرصد مع البنك المركزي اللي المنظمة هي مش تلعب دور كبير برشا في هذا المجال باعتبار احنا موجودين في كل الولايات وفي كل المعتمديات سمنا مش يكون ثم تكوين تكوين مكونين للهياكل متاعنا اللي هما بعدين مش يلعبوا دور متاع تبسيط متاع المجالات متاع التعامل هذه لدى معناها السير ترع موجودين غديكة وكذلك عنا خدمة كبيرة برشا يزم على البنوك لأنه كثير من الأشياء ويمكن في مناسبة أخرى نحكيه على البنوك لأنه قلبي معبي مش نحكي برشا على المجال احكي توخير احكي توخير والله يجنقلك بناتنا معناها أن نشوف في آواخر 22 البنوك الفرنسية جات عملت مسحة مناه ديون متاع بعض الناس كحركة اجتماعية حفظ أنا نشوف هنا أنه البنوك باعوا مناه ديون متاعهم لشركات مختصة في الاستخلاص وعدول تنفيذ وهرسل للناس على خطر إنساء عنده خمسة سنين وليس سنين عنده تخليه ما سكروش اغفل عليه يلقى روح وتو مطالب شادف عملايين ومناها تطرقنا لهذا وهذا الحقيقة هذا المشغل تطرقنا إليه في حلقة سابقة حول الخدمات البنكية معناها ثم المنشور البنك المركزي في خدمات مجانية لابد 14 خدمة مجانية أيما هذا كل مش منفذ وكذلك من جانب ثاني كنت حب تسويقي ولا أخلاقي البنوك أنت مكش في حاجة لأنك معناها مش تقعد تتبع في كونت اللي ما فيش حتى تعامل معناها يفترض وأنا نتجاوز هذا البنوك المنطقة متاحة مرأو منطقة سمحني المنطقة رأولا كنتي هذك عليش خلانا احنا في حدود 30% بركة عندهم معناها دي كونت هذا هو وثم فلوس ربما خارج إطار النظام البنك أنا نجي مع استوقفني في الحقيقة موضوع مهم جدا سيل هادي هو مسألة المرأة الريفية والفلاح وغيره وانتم تخدموا برش على يعني التثقيف المالي اللي انت مختص فيه كيفاش ننصر شريحة هذين تقفوها مالين تولي انت تستعمل الهواتف الجوال وغيره للدفع الإلكتروني هذا يزم خدمة كبيرة في هذا المجال ما هو رؤيتك فما خدمة كبيرة احنا نشتغل الآن مع البنك المركزي مع المرصد الشمولي المالي على الموضوع هذير أول حاجة فما ينبخوش الامبليمنتازون يعني الكاملة فيها أطراف يعني موجودة على عين المكان يعني السفراء اللي حكيت عليهم هنا وانشاء الله مع الحماية المستهلة احنا مستعدين بشين نتونوا الريبريزنتان تاعكم ونزيدوا ندعموا الريزو ناسيونال هذير وفما جانب آخر في كل ما هو مواد وأدوات تدريبية تساهم في تبسيط العمليات حتى بدي سيمولاتور فما سيمولاتور فيرتويل يعني أونليني بنسبة للعباد اللي عند انترنت وعننا زادا دي سيمولاتور يعني الوالات تشوفها وتجربها حكيتوا برشا على التجربة على الثقة الثقة ما جي كان عليك بون إكسبرينس تسمع العباد عندهم بون إكسبرينس دونك سمعوا وحكيوا لك عليها ثم جي فما ينفوض ركور إذا كان أنا محترمونيش ولا سرقوني عندي ينفوض ركور اللي نمشي لها وتنجم تخولي حقي إذا كان وصلت لهذا مزوض راني حلية الباب متاع الناس باش تنجم الجيني ولا كسبت السيربيس بالطبيعة فما لو فولي أوفر يزم السيربيس موجود انتر او بيرابل لزاكتور يخدم بعضهم فماش لحكايات هذية كل ثم فما حاجات بسيطة برشا موجودة تواعي السوق يعني بش تسكاني كوير كود عند عطار ولا عند حاجة ما تستحقش معرفة كبيرة الأدوات هذية تتحل بنازلتين تنزل على فلسطين تبقى روحك قدام الكوير كود سكان سيبان بي خلص وتمشي على روح سيماه رحكي برش على حكاية الإستوريك مهم برش الإستوريك من ناحية أخرى من ناحية الكونستوريك تخليك غلد وتنجم تكون تاخد قرض انت اليوم في السكتور انفورمال لعندك كونتابيليتي لعندك حتى شي دانيارمان صار قانون على الكريديت بيرو ومكاتب التأمين هذوما يلموا المعلومات ويعطيوهم بسديدين الخدمات المالية ويوالي عندك سكور عنده حتى لو ما عندكش إستوريك بانكير بالترانزاكسيون إلكترونيك هذوكم ينجموا يعملت الإلكترونية ينجموا يعرفوا انت كانتش على الأخضر راك سولفابل يعني مخلص ونعطيك بالنسبة الفايدة هذي كانتش تشعل برتقالي راك متوسط نعطيك بالنسبة الفايدة هذي وكانتش تشعل أحمر هذي مسؤولية شكون من يقدر على تركيز هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة حسب لأيك والله كما نجمش نجاوبك في موضوع التفقيف المالي متى عن الناس حتى الناس يكون عندهم المعرفة حتى يستعملوا الخدمات بثيقة وعن مسؤولية يعرف روحه فاش قاعد يعمل فما البرنامج الوطني التفقيف المالي للمرسد الوطني هو معناها مشرف عليه وفما عنصر مهم يجب يدخل في اللعبة هو وزارة التربية يعني يلزم الولاد من الصغر هو ما يتعلم ويستعملوا الخدمات هذه ويزرعوا الثيقة في وسط العائلة يعديوا البوهم والأمهم في المكسيك سمحني فما دولات متاع أولاد صغر معناها محظة إلكترونية بتاعه صغير ابوه النجم يعرف ولده منين يشري ومنين يشريش النجم هو يسكر يقول له ما تشريش من البلاصة ديك أخطبش يعمل له ميزانية ويعلمه كيفش يساهم في تحقيق أهداف العائلة حاجة من النوع هات التربية على ثقافة المالية مهم جدا نجيك سي صابر إذن الناس اللي هم يحبوا يبعثوا مواقع الواب مختصة في التجارة الإلكترونية ما هي الهاجة سمتاحا باش نطلبوا بالضبط يعني باش ينجحوا في مجال هذا النشاط والله يطلبوا يكون فما استراتيجية واضحة يكون فما انسختان ديناميك معناتها ديناميكية اللي فيها الهيكل كل معناتها كما كانوا يقولوا لخيين يلزم البنك المركزي يلزم الهيكل البنكية يلزم المشرعة التونسي ما نجموش اليوم نحكيه على الديفازاج كبير بين لقاءة سايرة في العالم بين التجارة الإلكترونية اللي سايرة في العالم واليوم نحكيه وما زلنا نحكيه على تعريف باللمضة ونحكيه على البلدية ويلزم تخرج مضمون معناتها بالانترنت وبعد تمشي تشد صفت على ساعتين في البلدية معناتها باش ناجم تطبع المضمونة ذاية اليوم الشباب ما مش طالبين حاجة كبيرة قبل الشباب كما كان يقول سيمير يستحق برشة إمكانيات عنده برشة حواجز اللي ما تخليش يوصل للوبجكتيف متاع وما تخليش يوصل بشبعة المشروع اللي يحلم به كما محل تجاري ولا أصل تجاري يلزم برشة فلوس كما ستصبح بشكري ولا بششري فما برشة عراقية اللي كانت موجودة اليوم نحكيه على 2023 التجارة الإلكترونية رأيت ناجم تكون حل وحل كبير مش كان للمناطق ولا مش كان للعباد اللي تخدم في التجارة الإلكترونية ناجم تكون حتى حل المجالات أخرى كما المجال بار اكزامبل متاع الفلاحة ناخو مثال معروف اللي هو الفلاحة متاع المواد البيولوجية احنا في تونس ما زالت معانيش ثقافة هذية عما تبرك الله عنا الفلاحة البيولوجية دونك المنصات هذو ما ينجم يخليوا وخليوا دجا فما لز اكزامبل الموجودين في تونس خلاوا عباد تستثمر خلاوا عباد من المنصات هذية متاع التجارة الإلكترونية ناجم تصدر المواد هذية في تونس في كامل ولاية الجمهورية في الأفريق في الأوروب في أمريكيا الكندا دونك هكيك تنجم تكون ساهمت في القيمة المضافة لها كشخص للعباد اللي تخدم في الجهة هذيك تنجم تكون ساهمت في القيمة المضافة للدولة خاطر اللي بخدوها هذوما المواد هذوما بشيخلصوا بالعملة الصعبة وكي تبدأ في أطر قانونية معناتها شركة قيمة الذات يخلص في الأداء تمتيع وكيما الناس كل دونك لفلو سأجوتي إلى تجيني غير دبلوما معنات القيمة المضافة صارت مرتين للدولة ماهوش الشباب الحل ماهوش طالب حاجة كبيرة اليوم حاجة أخرى اليوم الثروة غيال متاع تونس رايف شباب متاح احنا الشاب التونسي اليوم مثقف قاري تبرك الله الثكي ماهوش ناقص موجود في كل دول العالم تقريبا صحيح موجود في كل دول العالم منفتح على العالم عنده الجلي تالي يحكي عليها اللي حكي عليها لوخيين دونك يلسادبت للعالم الخارجي اليوم الشاب يلزموا شوية ظروف يلزموا شوية حيطة تجيع من عند السلطات من عند الهيكل المختصة بش نجم اليوم الشاب معادش التجارة الإلكترونية العشوائية وندخلوه في المنظومة القانونية اللي هي فيها برش أضرار ومساوة على المستهلك بشكل نعم هات نختم الجزء الأول من البرنامج الخاص بالتجارة الإلكترونية تونجيك سيخباب بطبيعة تعطين استراتيجية الوزارة في هذا المجال السيد رئيس منظمة الدفاع المستهلك تفضل شكرا الحقيقة نحب نتحدث على يعني مشروع أو يعني عملته المنظمة يعني نحن عنا استراتيجية اسمها المستهلك الفطن لنك نحب يكون المستهلك التونسي فاهم كل هالي نحكيو في هذا الكل باش معاتش يتحيل اللي حتى حد يكون واعي وعارف حقوقه واجباته وإلى خيره وقلنا احنا كن مش ناخذ الشريحة من العمورية اللي ناس عندها ثقافة معاش نجم تتغير شوية أو يتأقلم على الوحدات فمشينا للمعاهد وعملنا نوادي الطربي الاستهلاكية اللي هي فيها معناها نحكي مع الشباب عمرهم 15 16 17 ومفاجأة كبيرة معناها في بعض معناها في ظرف أشهر عندك ناس معناها واعي فاهم ومؤثر هو بيدو اللي نجم أثر في والديه دونكي واللي يعرف مع الشكل الجانب ينجذب هكا للنبلاج وحط في السلة واللي يثبت في المنتوج ويقرأ المكونات متاعه وتاريخ السلوحية وهذه السلوك اللي هو يزم يكون موجود عند التوانس الكل وبالتالي يسهل علينا برشة أن الشباب هذية من خلال النوادي هذي اللي في المعاهد ومشينا حتى لجامعة تونسية ومشينا حتى للكليات يسهل علينا برشة أن نتعامل مع الشباب هذا وقت غضوة نحبه نعمله ثقافة في المالية والهات يكون عندنا أيسر وإن شاء الله معناه في مدة قصيرة يكون ثم يعني السلوك متاع المستهلكة التونسي يكون تغير وواكب المعارض باتجاه الواعب آه باتجاه سيمه شكراً سيا أمار شوف أنا عندي زوز مواضيع هامة نحب نرصدهم اليوم الحلم المتاعي نخلقه غابة بوست إكسبوغ اللي نخلقه يننترمودياشن البوستة التونسية اللي معناها منظمة بشكل رهيب وموجودة موجودة وعندها إكنيات وعندها قدرات أهمة جداً خطر السوق تونس يراه محبس صغير حاشة بالشباب يخمم في السوق العالمي اليوم أنا نبيع في الارتزانات والارتزانات في تونس لدينا من أحسن ارتزانات في العالم نقول هذه ونعودها اليوم أنا كي نصنع في منتوج ماذا بيا نتجاه للسوق العالمي والبوستة تعاوني باش تنحيلي مشكلة البنك سنترال متاع الفلوس وتنحيلي مشكلة الديوان وتنحيلي مشكلة التوصيل تتلهي هي البوستة تعملي الانترميدياشن باش أنا نعرف الفلوسي عندها هي في الكوفر فور الالكترونيك بتاعي وهي توصل هي تخلص هي تريقلي دونك أنا النادي اللي البوستة والبنك سنترال والديوانة يخلقوا هالمنظومة هذه سميتها غابيت بوست تكسبور نعم وهذاك نشجعوا بها شبابنا بشي إجتاز الحوافز هذه ثاني حاجة الحوافز نعم الحوافز حكينا على المخاطر وفاما مخاطر لنا الاسباس سيبرنيتيك عنا اسباس ماريتي تريستر وعنا اسباس آيريان الاسباس سيبرنيتيك في تولس ني با بروتيجي وذي نحكي على الفضاء سيبرني نحكي على السوفينتين نشنال اليوم عنا فاما وزارات مزيلو يبعثوا بجميل وفر وفر معطيات سرية متع الدولة اليوم اخلاق تكنت لللوك نديد فسنقلقوا لسلولة للوك contre لكوربسان سيبرنيتيك باش نحميوا الوزارات متعنا والأشخاص الموهمين والجيش متعنا والقدورات متعنا باش اليوم فاما لسيبرسيكوريتي يليزم معطى قومي يليزم على أعلى درجة نعطيوه الأهمية التامة واليوم فاما فضاءات محلولة اللي كل شي مباح حتى الانتخابات راهوا ينجموا يزيفوها من البرة دونك الفضاء السيبرنائي لازمنا نقلقوا للسوفينت سيبرنيتيك ندي باها أنا عندي مدة ولازم العناصر اللي اللاهب هذه يتحتوا بشي القيام يعملوا خطة أو استراتيجية ومرضة إذا كان اختارتها لازم ننكبتك نعم سيخة بيب الوزارة التجارة عليها دور كبير الحقيقة يومك نحكيه على التجارة الرقمية لو تسمح رأسي انفيرونمون كومبليكس اللي فيوسو عديد الأطراف الدفع اللوجيستي كشركات الهنسة الخاصة فالانفيرونمون هذا يحبين أن نفهمه ريالما هذا كعليش وزارة التجارة قامت بنجاز دراسة حول تقييم مناخ العام التجارة الإلكترونية يرصد مختلف العناصر اللي حسب مبادرة مؤتمر الأمم التحدة التجارة والتنمية هذه تقييم عدد 29 شنو استراتيجيات الوطنية شنو البنية التحتية الاتصالات متاع بلادك شنو آليات الدفع وحولول الدفع الإلكتروني خدمات إيصال طرود مش كان في السوق تونس صغيرة يعني نحكي عن الانترنسونال تطوير الكفاءات تمويل المؤسسات تخلق الشركة شنو يزمك بالإطار هذية قمنا بإنجاز دراج التشخيص الواقع وخرجنا بـ 65 ريكمونداسيون إجراء مش هالليتود هذه صارت باش نحطوها نكلاسيوها مواصلت يعني الانجاز ونشكر لني كي جيزيد والوكالة الألمانية تعامل دول تقرير سيخ أبيب تورينا تقرير ميسيرش اللي هي قامت بتمويل الدراسة وكاملنا ووصلنا ووصلنا كيفاش خذينا من 65 إجراء ذوما خذينا 20 إجراء على أساس خذينا تعهد باش نقوموا بهم من حتى 12 شهر ولكن التمويل المنين التمويل في إطار المبادرة هذية هما بيضم قاعدين ينسقهم على بير دفوم على بارتونير تكنيك الفينانسية كما جهزات كما اليونيو أوروبيين والعديد نشكرهم دجا وفضل يعني العديد من المجهودات قامت في إطار يعني التنمية ولا الرقمة في تونس حب نقول بالنسبة للجندرة ولا المرأة رأي عنصر قار في مختلف المشاريع اللي يقوموا بيهم يعني مختلف أجهزة الدولة بما أنها في الوديدي دونك لنقداش نسبة النساء اللي تم توظيفهم دونك اليوم معنا تحت دينا خطة عمل تم أطلاقها في 18 أكتوبر تحت شرف سيدة وزير تجارة وتنمية الصادرات إن شاء الله باش نعملوا مع مختلف الوزارات وزارة تكون جيت الاتسال والبنك المركزي ديوانة على أساس رفع الحدود والتجاوز الصعوبات كما قلت بالنسبة للتجارة الإلكترونية اليوم ما نحكيه على تجارة إلكترونية مع مختلف العالم اليوم تونسي باش نثمنوا وما نتوسين على التقليدية نجا من صدر البر اليوم الحلويات تونسية نشوفوها قاعدة تتباع في كم الأسقاء على العالم اليوم سيب للجون خلي يخدموا توسكي فريلانس وكل بالرغم فما إشكاليات متاع الدفع ولكن تلمون البوتنسيال والفولانتين متاع الشباب اللي نحب جس نختم بهذه اللي هي الشركات الناشئة اليوم ما مكسب بالنسبة لتونس اليوم عنا تقريب 860 شركة تقريب شركة ناشئة الدولة اعطتها العديد من الأفونتاج اليوم خموة سرطاب شركة ناشئة في مجال الرقمنة في الرقمنة ولكن تقريب 60% حسب تقريب تقريب سنوي 60% يزديوا خدماتها مع الخط من خلال التطبيقات اليوم موجود يقعد دوشوز ايسانسيال اللي هي ريالما يزم تنسيق بالنوزارات مش كل واحد يخدم انسيلو تكنولوجيا الاتصال نخدم كم في التكنيك ونتنسيق كم منصات اليوم نحكيه على السيادة الرقمية اليوم الريزول وش عندك باش عملت لهم باش دافع ولكن الزادة فما دي براتيك اليوم نشوف وزارات الكمونيك سنسيال مو على الريزول سيطويب متاح متو دخل وتلقاه من عمق ذاتش موش محي دونك اليوم توجه عام بالنسبة لدولة كي مقعدين نميوا في الاقتصاد لكي اقتصاد رقمي اش عملت اش حذرت اش نوش يزي المحتوى هذو مكفيش نجم دخلوهم احنا اللي هم مؤثرين لكن عندهم مش شريعة كبيرة برش نشوفوا اليوتيوب يعني ملايين المشاهدات وفلوس قعدة داخلة لكن لكن غير مؤثر العملي اش نعطيك تجربة اللي حبينا نستئذ بيعجانا التجربة المصرية مصر قالت ادخلوا مصلحة الضراء بمصر اي واحد ينشط اونليني يجي يصرح يخلق باتين دمتاعه ولا يخلق ملف جيبائي مهما كان انستغرام يوتيوب ابسط اضعف الايمان اليوم مسئلة تونس جيبائي عندك الفضاء الرقمي منك تنظم منك امواء تستقطب يعني امواء حتى العائدات متاع جيبائي مصر عملت هكاك نوك لعباد كل شد وثنية يراو فريق كامل يخدم اونلين يراو مثلا من عاش على موقع التواصل اجتماعي مهبط افيش ولا مهبط من عاش بيبليسيتي يبعثولو اس امس ولولو يجي صرح سينوخ مصر خطر عندك رقم الهاتف يعني بطاق تعريف يعني اختيق فمن يلزم الردع وزيد مراقبتك المواقع المشبوهة الحقيقة بالنسبة التشكيات المواطنين في الساعة كما قال سي عمار جو بارتاج نفس اللا في ما تشريوش من عندي سيتانوني دونك اشي من عن سيت معروف ولا روكموندي ولا موجود عنده سيتواب على خطورة سيتواب نجم تلقى الهوية متاعه ولكن ومش زيدة سي خباب مش تلقى رقم هاتف تطمن نجم يبدل رقم الهاتف متاعه ثم برش مواطنين الحقيقة يرى رقم هاتف موجود على الصفحة يقول لك هو تليفون موجود فهو نتبعه لكن بعد ما يصير حتى شيء دونك عنا إدارة جودة وحماية المستهلك يتوجه لها أي واحد مع المؤيدات اللازمة بيحاول الله يخو حقه والعبيد من تشكيات جاء واخذوا حق ولكن حط في بالك فما نجم كونترول باش يقوم بعملات البحث والتقصي باش يوصل نمره تليفون بطاق تعريف باش يوصل الشركات التوصيل لازم هم يتنظمون زادة كذلك هاترا ترافيرو هم همزة الوصل بين التاجر وبين الفضاء اللي يعني اللي ينشطوا في الواح ان شاء الله بيحاول الله سنة 2023 يعني هنا معتها انت جبت موضوعهم برشا هي التوصيل توسيل مهر يعني ساعة ساعة السيارة تلقاها أصلا مش مؤمنة هي في حال ذات بغناك المنتوج المنتوج اللي هو موصل له فرجدير ولم موصل له غاز تلقاها مش مؤمن مثلا حتى كان صارت له مثلا حادثة في الطريق موش يلقى حقه سمحني سي هنا يرى في انتظار لاني يتنظم القطاع هذا المواطن ما تاخدش السلعة متاعك الا ما تحلها وتشوفها شنو تاخذها وتخلصني وبعدين تكتشف معناها احمي نفسك قبل شباب كليمة كليمة هاي في دقيقة كل واحدة والله هاي ان شاء الله تلاثة وعشرين يكون احسن وندخلوا كونكرتمو في الاصلاحات يعني حق الوضع السياسي ويؤثر برشا على الاصلاحات خذت روتار ان شاء الله عام الجاي يكون ربيد يعطيك الصحة تفضل سي صابر دونك ان شاء الله المنظومة الكل التبعة الهيكل الكل يتبوا خطر يد واحدة ما تصفقش كما نقوله يلزم الناس كل تكرس المجهودات ونكونوا الوبجيكتيف واحد وبقدرة ربي نجمه نوصل ان شاء الله شكرا لكم جميعا ضيوفي الكرام الآن نمر الى موضوع ايضا مهم جدا هو محور اهتمام التونسيين الكل في هذه الفترة بطبيعة القانون المالية 23 نشوف هذا التقرير للزميد نزار الزغدودي وعودة على ابرز الخصول وثم نبدأ حوارنا مع الضيوف استنادا الى جملة من الفرضيات من بينها بلوغ نسبة نمو بالاسعار القارة في حدود 1.8% ومعدل سعر برميل النفط في حدود 89 دولار للبرميل والانتلاق في تفعيل اصلاحات اقتصادية وجبائية للحد من انزلاق المالية العمومية بالاضافة الى امذاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي جاء قانون المالية لسنة 2023 وينتظر ان تبلغ مداخل الميزانية للسنة المقبلة ما قدره 46 424 مليون دينار اي بتطور ناهز 12.9% مقارنة بقانون المالية التعدلي لسنة 2022 كما يتوقع ان تبلغ نفقات الميزانية لكامل سنة 2023 ما قدره 53 912 21 مليون دينار اي بتطور يبلغ 5.9% مقارنة بالسنة الجارية قانون تقول وزيرة المالية سهام البغدير نمسية خلال عرضه في مؤتمر سحفي خصص للغرض انه يندرج في اتار مواصلة تجسيم برنامج الاصلاحات الكبرى الذي اعلنته الحكومة والهدف الى الاستعادة التدريجية لتوازنات المالية العمومية كما يهدف هذا القانون وفق الوزيرة الى مواصلة دعم الدور الاجتماعي للدولة وارساء جباية عادلة وشفافة تدعم اسس التضامن الوطني بين مختلف الفئات الاجتماعية وتراعي بالاساس الفئات الاجتماعية محدودة الدخل هذا فضلا عن ترشيد النفقات الجبائية وحصر الامتيازات في الاستثمارات ذات الاولوية والطاقات البديلة مع مواصلة التصدي للتهرب الضريبي والاقتصاد الموازي وتحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها للحد من الضغوطات على المالية العمومية ومن اهم الاجراءات التي تمس الجانب الاجتماعي للتونسيين تخصيص مبلغ عشرة مليون دينار لفايدة صندوق ذمان القروض السكنية لفايدة الفيات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار والترفيع في المبلغ الاقصى للقروض المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن لحامل الشهائد العليا من 150 الف دينار الى 200 الف دينار للقرض الواحد ومراجعة مقدار المساهمة التضامنية الاجتماعية وتخفيذها من 1% الى 0.5% وإحداث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة الباعثين من الفيات الضعيفة وإحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار يخصص لتمويل الشركات الاهلية الجهوية والمحلية على سعيد المتصل أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سامير سعيد أن معدل التضخم في تونس لسنة 2022 سيبلغ حوالي 8.3% فيما يتوقع أن يصل هذا المعدل إلى 10.5% خلال سنة 2023 مذيفا أن نسبة النمو ورغم ارتفاعها بنحو 3.4 نقاط خلال هذه السنة إلا أن نسبة التحكم في التضخم تعد مقبولة نسبيا مقارنة بالدول الأوروبية والأمريكية المتقدمة والتي ارتفعت فيها نسب التضخم بحوالي 10 نقاط كاملة بعد الحرب الروسية اللوكرانية وشدد الوزير على أن سنة 2023 ستكون سنة صعبة بسبب آثار الحرب الروسية اللوكرانية على تونس وكل الدول غير المنتجة للنفط وارتفاع أسعار استيراد المواد الأساسية والمحروقات والتي تسببت في نفقات مالية إضافية تزيد على 10 مليار دينار إضافة إلى تكاليف التغيرات المناخية وشح الموارد المائية سنناقش إذن قانون المالية 23 مع ضيوفنا الكرام السيد محمد صلح العياري عضو المجلس الوطني الجباية المستشار الجباية أهلا سهلا مرحبا بيك مرحبا ومرحبا بسيد المشاهدين شكرا جزيلا السيد أيضا وزير التجارة سابق والمحلل الاقتصادي سيموح حسن مرحبا بيك مرحبا تحياليك تحيال السيد أهلا سهلا سيموح المحلل الاقتصادي وكذلك الخبير المحاسب يواصل معنا التحليل المتاع مرحبا بيك سيموح جمال أهلا وسهلا هو ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الصناعة التقليدية رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العام نجيت بصيفة رئيس جامعة البناء والأشغال العام فعلا مرحبا بيك أهلا وسهلا وأيضا نرحبه سيموحمد نيس عيسى رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية أهلا وسهلا مرحبا بيك أهلا يعني هو بلاتو فيه برشة محاسبة وبرشة تقنية جيبائية خلينا نفهم سيد المشاهدين مشروع قانون أو قانون المالية الآن 2023 لكن نبدأ في هذا العرض مع سيموحمد صالح العياري اللي هو مش يفسرنا الفصول المتاعه وأبرز الفصول تفضل لك الكلمة سيموحمد صالح العياري خلينا نفهم معك ثم مش ناخده بالخمسة فصول خمسة فصول ناخده عشرين تقريبا نفصل ناخده خمسة فصول نقشوهم ثم نوصله بالخمسة لين بعد بيه فضل بيه مش يتم العرض ولا مش يتم العرض احنا مش نتابعوك طبعا أبدأ تفضل أعطينا الإطار العام الإطار العام هو قانون المالية لسنة 2023 ولكن أنا شو نقول نقول مش كما كنا نتمنى بيش تكون فيه معناه إجراءات هامة لدفع الاستثمار إلى غير ذلك رغم أنا قناعة الشخصية كنا نحبه غدوة إجراءات لدفع الاستثمار يزم قانون خاص ركزوا فيه على الآليات التي ستمكنوا أنا من دفع الاستثمار بصفة فعلية نعم ولكن في قانون المالية فيه العديد من الإجراءات متنوعة ونبدأوا الحقيقة بالنسبة للإجراءات اللي هي الذات سبغة النجم يقوله اجتماعية دي لول مساندة صغار الفلاحين جينا في قانون المالية قلنا صغار الفلاحين فيه ميدان زراعة الحبوب يمكنهم الحصول على قروض موسمية مع إمكانية تحمل الدولة ما يسمى بتبيع أكل نسميه أحنا معناها البونيفيكاسون دي تود انتيري فيه حدود ثلاثة نقاط إذا كان النسبة تلقاها عشرة في المياه الدولة بيش تيقوا على عاتقها ثلاثة في المياه والبقية يتحملها الفلاحة الصغيرة يقول قائل موش إجراءها مهم كان صغار الفلاحين انا نقول خير من بلاش واختيوة باعتبار اذي كهي الامكانيات الحقيقية بتاع بلادنا نشوفوا نشوفوا الإجراء قدود الموسمية الثانية التخلي عن فوائد التأخير بالنسبة للمنتفعين بقروض سكنية هذي بالنسبة لك المساكل الاجتماعية حتيتنا مثلا كيما إزالت الأكواخ والمساكل البداية فما ناس قاعدوا عندهم فوائد ما همش قادرين بش يخلصوهم جاءت الدولة أقرت التخلي عن دفعاتي الفوائد ولكن شريطته خلاص أصل الدين في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 الإجراء الثلف هذوما صغار وكمان ضيعوش برش وقت وبعته ركزوا في الحاجات الهمة الترفيع في مبلغ القرض المسند لأصحاب الشهائة العليا تعرف هذوما عندهم علاقة مباشرة بالبنك التونسي للتضامن هذي الإجراء لول شوفنا هذي الإجراء لول مساند صغار الفلاحين نمشوا لإجراء الثاني لو تسمحوا هذي شوفناه هذي شوفناه نشوفه 31 ديسمبر 24 هذي توا الترفيع في مبلغ القرض المسند لحامله الشهائة العليا هذي المبلغ كان خمسين طلع المية طلع المية وخمسين اليوم تم إقرار الترفيع في هذا المبلغ إلى حدود 200 ألف دينار يقول قايل واحد جون متخرج شاب عنده شهادة علية يحب يعمل المشروع أول حاجة بش يتوجه لبنك تونس للتضام كيعطيه هذي المبلغ 200 مليون ينجم يعاونه للقيام بالإقتنات الضرورية لإنجاز المشروع متاعه ثق أربعة نمشيه للنقطة الرابعة نعم التخفيذ في نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية بالنسبة لأشخاص الطبيعيين أربعة المساهمة الاجتماعية التضامنية كانت 1% بالنسبة لأشخاص الطبيعيين وبالنسبة لأشخاص المعنويين أحنا في المجلس الواتن الجيباي أثرنا موضوع جدول الضريبة بالنسبة لأشخاص الطبيعيين قلنا شو بيها الضريبة على الشركات خفضنا فاهم 25-15 والأشخاص الطبيعين يقعدين من نفس الجدول في قانون المالية المساهمة اللي ترفيع فيها بالنسبة للذويات المعنوية تم التخفيذ فاهم من 1 إلى 0.5% يظهر رأوا من 1 0.5 حاجة بسيت ولكن نرأوا تأثير على ميزة دينة الدولة 200 مليون دينار بيش نبدو نعرفه اللي قيمة المردود بتاعك 0.5% نعم ولكن في المقابل توا نمشيو خامسا الترفية في نفس المساهمة الاجتماعية التضامنية بالنسبة لأذويات المعنوية الشركات الخاضعة لنسبة 35% كنا نزيدوها نقطة بيش نزيدوها 4 والشركات الخاضعة النسبة أقل من 35 اللي هم 20 و 15 و 10 بيش نزيدوها مثل ثانيقاء نشوفه زملائي السلايد اللي بعد فيه شرح نعم هذا هو بالضبط هذهم هم الأربع نقاط لشركات الخاضعة نسبة 35 و 3% للشركات الأقل من 35 اللي هم 20 و 15 و 10% ولكن ما مراجعت مراجعتي مقدار المساهمة الدنيا اللي هي منيموم دنبو اللي هي منيموم و نيفو دو سات كنتريبيسيون اللي هو كان 300 مشيه الخمسمية واللي كان 200 مشيه الأربع واللي كان 100 ولا 200 معناها الذوات المعنوية الخاضعة نسبة 10% كانت 100 ولا 200 دينا وبالتالي الحد الأدنى تم الترفيع فيه كذلك بالمقارنة مع النسب التي تمت إضافتها ضمن قانون المالية لسنة 23 نعم زملائي نشوفه بعض النقاط والملاحظات مع ضيوفي الكرام في انتظار أنه نوصله العرض الخاص بإجراءات قانون المالية سيمو حسن فضل شنين ملاحظاتك مرحبا برك الله فيك هو الحقيقة دون الدخول في بعض التفاصيل الفنية أعتقد أنه إذا كان نحب ناخذ قانون المالية مأخذ جد وندرس دراسة جدية لابد أن ننطلق من التوجهات الكبرى لهذا القانون أنا في اعتقادي قانون المالية لسنة 2023 يفتقر إلى أي رؤية تنموية هو قانون عنده بعد محاسبي فقط لا غير الدولة لديها النفقات معلومة كتلة الأجور خدمة الدين نفقات الدعم وما إلى غير ذلك قامت بإسقاط هالنفقات هذه وإلقاط الموارد لتمويل تلك النفقات هذا القانون في اعتقادي مسقط ليس له علاقة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعرفه الفرد التونسي والذي تعرفه المؤسسة التونسية أنا بسأعطيك بعض الأرقام اللي تأكدك لاني من حيث المبلغ حجم الميزانية 70 مليار دينار تقريبا حجم الميزانية هذا يمثل أربع مرات حجم ميزانية سنة 2010 هذا يمثل 40% من ناتج المحلي الإجمالي مع التذكير سي ناجح وأن المعيار المعمول به في هذا الإطار هو أن حجم الميزانية للسنة المالية الخلاصة بالنسبة لتونس وأننا بلد يعيش أكثر من إمكانياته بلد ميزانيته تتجاوز المعايير المعمول بها الحاجة الثانية أنا الرقم اللي يهمني برشا يلوما كيف ننظر إلى ميزانية الاستثمار العمومي ميزانية الاستثمار العمومي ما عليش نقول البعد التنموي غائب في هذا القانون هذا القانون أقر ميزانية استثمار في حدود 4.7 مليار دينار هذا تقريبا مثل 6 أو 7% من الميزانية نذكره سي ناجح وأنه 2010 ميزانية الاستثمار يتمثل 25% من ميزانية الدولة يجو إلى معطى آخر يلوما يأكد الصعوبات الحقيقية اللي تعرفها المالية العمومية خدمة الدين لسنة 2023 تمثل تقريبا 21.4 مليار دينار هذا يمثل 30% من ميزانية الدولة 2010 نذكر هذا الرقم خدمة الدين كانت في حدود 6 أو 7% يجي إلى معطى آخر يؤكد أيضا ما ذهبت إليه يلوما موارد الاقتراض المبرمجة في ميزانية الدولة لسنة 2023 عنا اقتراض داخلي في حدود 9.5 مليار دينار واقتراض خارجي في حدود 15 مليار دينار خليني يقول لك اليوم بالنسبة للاقتراض الداخلي وهذا يأكد لي البعد المحاسبي اللي ذكرته هل من المعقول هل من الممكن أن تونس قادرة على تعبئة 5 مليار دولار كموارد مالية خارجية أنا أقولك هذا يستحيل حتى في سورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي مع التذكير أن حضور تونس في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هي التكاد تكون منعدمة وتحمل مسؤوليتي فيما أقول إذن إقرار تعبئة موارد مالية خارجية في حدود 5 مليار دولار هذه توقعات غير واقعية توقعات تدلوا على قل الدراية بالوضع الدولي لو ما عندك حرب في أوروبا الحرب الروسية الأوكرانية هل من الممكن أنك تمشي إلى اتحاد الأوروبي وتقول وسلفني الخليج العربي مش نيل ومعتناش إذن تعبئة 5 مليار دولار في سنة 23 وأختم لا لا مش أرجعلك مش أرجعلك في طب أصيل أخرى خلينا برمجة 9.5 مليار دولار مليار دينار قروض داخلية يا أخي بأي معيار اعتمدنا هذا القرار إنه مع عمق السوق المالية التنسية ما تتجوزش 3 أو 4 مليار دولار كيفاش للسنة الثانية على التوالي نبرمج تعبئة موارد مالية من الداخل في حدود 9.5 مليار دينار هذا يعني تذخم هذا يعني امتساس السيولة في عوضة أنه نوجهها للمؤسسة والاستهلاك والاستثمار نوجهها لتمويل نفقات دولة غير منتجة إذن هذه بعض المعطيات هذه الملاحظات العامة ياسي ناجح اللي تأكد وأنه قانون مالية لسنة الثلاثة وعشرين وقع أعداده بتسرع كبير دون استشارة المختصين دون استشارة الأهل المهنة وانا هذا يخليني نقول وأنه إدارة الملف الاقتصادي والمالي في تونس للأسف الشديد ليست في الطريق السوي لكن هناك ثم يقول من الخبران وهذه ميزانية تقنية يعني أخذت بعين الاعتبار الجانب المتعلق بالثغرات في الميزانية الدولة ياسي ناجح شوف تقييم الميزانية نختم تقييم الميزانية أولا فما توجهات كبرى ثم تأثيره على محركات النمو يعني خليني شوف يلوم تأثير الميزانية هذه على الاستهلاك كل الإجراءات مع دلقل القليل يعني تهدف وستؤدي إلى تراجع الاستهلاك كمحرك للنمو أساسي كل الإجراءات ستهدف إلى ضرب الاستثمار وضرب المؤسسة وبالتالي إذا كانت تضرب المؤسسة وتضرب الفرد وتضرب التصدير ضربة كل محركات النمو الأساسية وبالتالي لن تصنع نمو لن تتمكن الدولة من تعبئة موارد جبائية لسداد ديونها وسداد خدمة الدين اللي سنة 23 وعشرين بيش تكون الأرفع يعني تقريبا مرتين ونص هذا المبلغ سنة 22 نعم سيا نيس هل نفس القراءة فهي حتى إجراء ربما أنتم أحضاء بموافقتكم أو كمجمع نحن كمجمع محاسبين وكاتحاد تونسي الميهن الحرة عبرنا على الموقف من تلك المنزيد الدولة وكانت المروات عن النجم نزيد علي قاله سيموحسن اللي ميزانية بالحجم هذا حجم قياسي سبعين مليار دينار اللي هي بارابور للميزانية الأصلية معناها فما نمو بـ 22% 22% يتجاوز بكثير نسبة التضخم المعلنة اللي هي في حدود لـ 10% واللي احنا نتوقع في سنة 2023 بيش تمشي أكثر معناها أكثر عديد من النقاط على 10% على حسب التوقعات ميزانية على المستوى الهيكلي وعلى مستوى التوازنات تثير أكثر من من تسائل خاصة من ناحية نضيف ليروسيت فيسكال معناها الموارد الجبائية وطلي حطينا بش نزيد أربعة مليار مليار دينار من 36 إلى 40.5 مليار دينار كموارد جبائية بش تكون على كاهل المواطن كاهل المطالب الضريبة بش تكون على كاهل المؤسسة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وهل السؤال هل المؤسسة الاقتصادية بش تنتج الثروة في 2023 بش تتمكن معناها بش تقوم بواجبها الجبائي وبش توفي بهال بأرقام الكبيرة اللي وردت في ميزانية الدولة نعم نسمة رئيسي جمال والله في الحقيقة تم الكلمة احنا نقوله كما تكونوا يولى عليكم احنا في الحالة هذه كما تكونوا تكونوا ميزانيتكم هذه عنا تراكمات متاع كتلة اجور عنا تراكمات متاع مديونية عنا تراكمات متاع التجاه للضريبة وصلنا للحالة هذه انا مش نخوض الحقيقة محبش نخوض في التفاصيل التقنية ما شاء الله اللي قدام من كل مختصين في الشأن هذا حبيت نشوف يعني الامكانيات اللي تعطينا امل احنا قريب الرأس العام قريب وتواسم معناها حالة الاحباط وصلت لحد الحرقة وحد الهجرة الناس الكل حتى اللي يخدم وحتى اللي مرته تخدم ويخدم ويصور وكذا نقوله عنا شنية الريسوس خلينا اللي نجم نحركوهم معناها انا مش عطيه مثالين انت عندك اول حاجة المصاريف خلينا طب المداخيل وتفقين فيهم الوخيان زيد هذه نقص هذه كذا تعرفوا اللي احنا الدولة التونسية كمعدل مش نعطي رقم بيتحفظ لان هذا رقم قديم ياسر من 2014 تصرف في 7000 مليار تقريبا للمشتريات العمومية ما بين الدولة التونسية يعني مزانية الوزارات الشركات العمومية والبلديات المحليات 7000 مليار هي كبير البونت كومونت معناها هدو ما ما حبينيش نمشيوا في الرقمنا بتحهم البلاتفورم موجودة تجي تخدم كلها بالرقمنا ثم ايشو بينج مول واحد شمعناها ما حبينيش ما ثميش ارادة انه تترقمن وبالدراسات كيترقمنها تحافظها لعشرين في المية منها معنا 1400 مليون دينار طيب هذي ملحظات عامة هذي ملحظات عامة وبعدها مش نجيك في باب التنمية لانه عندك مداخيل من التنمية اللي انتي ممشيت ليش وليزمنا تقول نمشيولها ممشيت ليش بما فيها كيفية راني انا نتفهم الوخيان اللي عدوا الميزانية والضغوطات اللي عليهم ناس وطنيين وكفاءات بقى عندهم اكراهات رهيبة كسوات ناس في البزارة المالية ولا في البنك المركزي ونعرفهم اغلبية منعرفهم شخصيا وبرك الله فيهم ولا ازايد عليهم ولا اسمح لنفسي ان ازايد عليهم هذا كما كنا كانت ميزانيتنا مش نشمو نعم شكرا لك سيمهر نجيك بعد شوية في الحقيقة باش تعلق على الدفعة الأولى والثانية من الاجراءات نوصله معك سي محمد صارح العياري انتي كنت من الناس اللي اعطاه راهيهم في الميزانية بتبعينا في الجلسات التقنية فضل نواصلوا في دفعة الإجراءات زملائية الكرام نمشو معكم في دفعة هذه هي نعم هذه اللي اثرت ضجرة كبيرة احداث ضريبة على الثروة العقارية اللول كانت ضريبة على الاملاك العقارية احبابنا مكارينا اسمها لجسمها ضريبة على الثروة عقارية ولا مش عقارية هذي بالتجربة في بودان اخرى اللي عملوا ضريبة على الثروة بصفة عامة ما نشحتش عليه خطر اثر التأثير سلبي على الاستثمار في البلدان هذيك وثانيا وهذاك اللي هو اضر اكثر هو تهريب الاموال الى بلدان اخرى انا اللي هنا موقف وعبرت عليه العديد من المرات نشرح وسعه هذي اخضاع العقارات هذي التي تساوي او تفوق قيمتها ثلاثة مليون دينار ثلاثة مليار من المليمات اثنين النسبة متاحة 0.5% على اساس القيمة الحقيقية ولكن نكمل وتون نلقاوها بعد ولكن لا تتبق هذه الضريبة على حشتي العقارات المخصصة للاستعمال المهني معناه كان عندك عقار وانتي تشتغل فيه عندك مهنة هذيك ميدخلش في القيمة العقارية هذه التي ستخضع للنسبة 0.5% واثنين المسكن الرئيسي لا يدخل كذلك في القيمة التي ستتحمل 0.5% اللي هي الضريبة على الثروة العقارية أنا موقفي الحقيقة عبرت عليه في المجلس الواتين الجي بي وقلت رو هذيك يكون عنده تأثير سلبي على الاقتصاد متاع البلد وعطيت أمثلة كما التركيا وكما إسبانيا اللي هما يجلبوا لعبيد ليقتنيوا عقارات عندهم هما أول حاجة ساعة يدوروا يدوروا معناها بالنسبة للعقارات والبعث العقاري اللي هو عنده مشكلة كبيرة وتأكيد لك المثال الفيرنسي اللي يقول لباتي مونفا توفا لكن جيب عبيد يقتنيوا عقارات عندي بأثمان معقولة وفي نفس الوقت يقول يستثمروا في تونس هذيك تولي حاجة هامة بالنسبة للاقتصاد متاع البلد بالنسبة للنقطة عدد سبع التشجيع على استعمال الطاقات البديلة هذه بها تخفيض في نسبة الأداء القيموضافة إلى 7% ونسبة المعلومة الديوانية إلى 10% لماذا؟ بعنوان المساهمة في برنامج تطوير النقل الكهربائي في تونس والتحفيز على استعمال السيارات التي تعتمد على الطاقات البديلة هذا عنده تأثير هام على البيئة وانا شخصيا نثمن مثل هذا الإجراء باش نشجعوا أكثر على استعمال السيارات الكهربائية عدد 8 نمشيون نقطة 8 مساندة عمليات البحث والتطوير هذه كيف كيف؟ البحث والتطوير في تونس نسبة ضعيفة لا تتجاوز حدود 2% جاء المشرح حبي يشجع عمليات البحث والتطوير الترفيع في مبلغ كان في حدود 200 ألف دينار بالنسبة للمصاريف متاع البحث والتطوير تم الترفيع فيها إلى 400 ألف دينار والنقطة الثانية وقت نقوم بعمليات نسميوها مصاريف التجديد لدي بونس دو رونو فيلمون مصاريف التجديد المصاريف هذيك تترحها بتبيع حسب المحاسبة بتاع الشركة ولكن نزيدوها 50% من نسبة المصاريف في حدود قصوى لا تتجاوز 400 ألف دينار الإجراء هذي سيساعدو بصفة فعلية على تطوير عمليات البحث بصفة عام نقطة عدد تسعة دعم تمويل الشركات الأهلية الشركات الهدية تم أحداث خط تمويل المبلغ كتقول 20 مليون دينار لحقيقة مبلغ زهيد باش أنت تدعم تكوير الشركات الأهلية في المستوى الجهوي والمحلي انقلوا 20 مليون دينار ولكن أنا قلت منذ البداية بك القولة الشهيرة متاع الشاعر أبو أنطيب المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائي هذي كهي الإمكانية بتاع البلاد باش نكونوا صورحا مع بعضنا ما قدرت كان لأحداث تخط تمويل في حدود 20 مليون دينار وذلك خلال سنة بتبع 2023 هنا مسانة المؤسسات الصغرية المتوسطة هذا إجراء به تعرف اللي رجال الاقتصاد كلهم يجمعون على أن المؤسسات الصغرية المتوسطة عندهم معناها دور كبير مثل 90% من النسيج الاقتصادي وبالتالي وصلنا فيه تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على القروض والاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود كيف كيف ثلاثة نقاط تحملهم بتبع الدولة وذلك إلى موفق لمدة سنتين 23 و24 لغاية بتبع مساندة المؤسسات الصغرية والمتوسطة هذو من الخمسة الإجراءات الثانية نواصل نواصل الإجراءة الحادش دعم المؤسسات الصناعية المصدرة كلية هذو ما تكلموش عليه لحقيقة العباد برشا ولكن عنده تأثير إيجابي بالناحية الاقتصادية عليه خطر الشركات الصناعية المصدرة كلية بالقانون عندهم الحق بش يسوقوا بسوق المحلية في حدود 30% من رقم معاملات متع السنة السابقة جاء المشرع نظرا للصعوبات التي تعترض حدود 50% أم مش مرقم معاملات متع السنة السابقة خطر 21% و20% ماكتعرف الكورونا وظروف اقتصادية صعيبة رجعنا إلى رقم المعاملات متع سنة 2019 ناخذ منه 50% يمكن تسويقها كمنتجات في السوق المحلية الترفيع التدريجي في نسبة 10% إلى حدود 15% نحن اليوم عنا 35% عنا 20% بسيفة استثنائية وعنا 15% هذه كان النسبة العامة وعنا 10% 10% بالنسبة لك الأنشطة اللي حابين نشجعها ونقول أسال سنة اللي أنا دفعت عليه كذلك في مجلس الوطن الجباه لفلاحة وسيد البحري سناعات تقليدية والتنمية الجهوية ذو من في العشرة اليوم واختقلونا رو بش نطلعوا من عشرة الخمستاش أنا قدمت التفكير اذي قلت رو مش معقول قطاعات حساسة ماذا بينا نشجعها ولكن هم وعدونا بسيفة تدريجي إلى حدود 25 وبدأنا بعض الأنشطة فقط اللي هي المؤسسات الصحية والاستشفائية ومؤسسات التربية والتعليم الخاص والتكوين المهني والبحث العلمي وكذلك مشاريع السكن الاجتماعي الخاص هذو مكان وعشرة ابتداء من غورة جام في 2023 بيش يوليه 15% أنا إن شاء الله يستجيبوا في وزارة المالية للنداء متع بعض لوقيان في المجلس الوطن الجباه وأنا شخصيا دفعت عليها بيش منطر نرفعوش في 10% لك الأنشطة الحساسة اللي ماذا بينا نشجعها وندعموها أكثر نمشي نقطة 14 الترفية في نسبة الأداء على القيم مضافئة هذي كيف كيف أثرت ضجة لأهذي الترفية في قيمة القيمة الزائدة العقارية قبل ما نوصل إلى 14 القيمة الزائدة العقارية حسب التشريع الجبائي امتعنا واخت واحد يكون عنده عقاره وبش يبيعه المسكن الرئيسي مسيحته في حدود ألف متر مربع كان أكثر يولي خاضع أما في حدود ألف متر مربع القيمة الزائدة المتأتي من التفويد في المسكن الرئيسي كانت لا تخضع للضريبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية جاء المشرع لنا قال أحنا إلى حدود 500 ألف دينار تبقى غير خاضع أما المبلغ إذا كان جاوز 500 ألف دينار تولي تخضع للضريبة على القيمة الزائدة العقارية يولي خالص يولي خالص والتخلي هذه الثهوة عليها الحقيقة التخلي يعني على فيها القيمة الزائدة المتأتي من التفويد في الأراضي الفلاحية قبل كانت تفوتوا في أراضي الفلاحية نظرا للسبغة الفلاحية وإحنا عاديين قيمة كبيرة للفلاحة ما كانش فيما ضريبة أحكي على الخواص سمو حمد صالحة أشخاص الطبيعيين الطبيعي الأشخاص الأفراد الأفراد إيش دوية معنوية هذه الأفراد كانت غير خاضع ابتداء مغور الجام في 2023 القيمة الزائدة العقارية ستتبق كذلك عند التفويد في الأراضي الفلاحية نقطة عدد 14 الترفيع في نسبة الأداء على القيمة الزائدة هذه كيف كيف زادة عاملة الضجة كبيرة وإن اليوم محاط بفلة من الخبارات أصدقاء أصدقاء من المهن الحرة خبارات محاسبين ومحاسبين أناش قلت في التحليل المتاعي قلت أحنا كمستشارين جبائيين وخبارات محاسبين ومحاسبين بصفة عامة قلت ما هيش بش تخلقنا برش هذه عليش خلت راحنا كي نعملو مذكرة أتعاب لكن بش تخلق المواطن سي محمد صاحب أبش نقولك لا أتخلينا في مستوى المهن وإذا كاني أنا غلط ففسل لا لا هو صحيح أنا قلت عليش صحيح قلت المبدأ العام بش تكون واضحية رأوا في آخر المتاع اللي بش يتحمل أداء على القيمة الزائدة هو المستهلك النيائي نفوترو نحن نستخلصها لدفع لخزينة الدولة والمؤسسة هي بيدها عندها شرائيات وعندها أداء على القيمة الزائدة يمكنها ترحل أداء على القيمة الزائدة هذي المبدأ متاع حيادية الأداء على القيمة الزائدة قاعد نحل الفهم من ناحية التقنية وبالتالي ولكن في آخر المتاع فأني قلتها المستهلك النيائي هذي هو المبدأ متاع على أداء على القيمة الزائدة هو الذي سيتحمل أداء على القيمة الزائدة وبالنسبة حاجة ثانية سي نجح لديها اللي قيمو اضافة المستويشبه على الطب وجراحة التجميل ما احنا الطب خلينيها 7% باش نخفضوا ملأبه على المرضى والمواطنين العاديين كيمشي للطبي ولكن كي قولك تمشي تعمل عمليات تجميل وجراحة تجميل ما عادش امتاع الشعب الكريم والناس الزوولة هذه تم الترفيع فيها من 7% إلى 19% من غير الأعمال ذات السبغة العلاجية يبدأ واحد متشوه خلقيا لا تجيش تحادث سمحون صالح تقعد سبع هكذا قلت في النصة من غير الأعمال ذات السبغة العلاجية هذا هو هذا هو توضيح مهم جدا نمشيوا لقد عدد 15 مراجعة تعريف الضريبة الدنيا للمنظوين تحت النظام التقديري لحقيقة تعرف النظام التقديري 420 ألف لحد الأقصي 100 ألف اللي مفوتوش 10 ألف دينار كانت 200 دينار نواصلونا نخدمو بالنسبة للمؤسسات المنتصبة داخل مناطق البلدية اللي تم ضبطها قبل غرجان في 2015 وإذا كان خارج مناطق البلدية أكلي بعاد ونائين إلى غير ذلك كانوا 100 دينار بش توالي 100 دينار ولي كانوا 200 بش توالي 400 أنا قناعتي شخصية مش هذا البشي حل المعضلة الكبيرة متع النظام التقديري اللي هما 420 ألف يساهمه في حدود 60 مليون دينار فقط الكل في الكل في العام بمعدل 150 دينار للشخص الواحد وبالتالي أنا الطلبة متاعي هو إعادة النظر بصفة معمقة في النظام التقديري للأداء فترعان نظام التقديري للقاعدة أحنا كمي هنحرة لما هذا النظام التقديري للأداء في مادة بتعياء الأنشتة الصناعية والتجارية والخدمات اللي هما نسميهم صغار المستغلين نمشيوا للنقطة اللي بعدها هذه نقطة 15 نزالوا خمسة طول نوصلهم بعد شوية نوصلهم بعد شوية لكن السادة الخبراء نفتح لهم المجال الآن للتعليق على هذه الإجراءات بطبيعة الحال نبدأ مع سيماهر قاعدة أعطينا قراءتك لما سبق سيماهر 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 تفضل وقال هذا قانون محاسبي يريد كنشاء المحاسبين ودخلوا في القانون هذا هذا قانون جبائي بامتياز لكن احنا القوانين هذي اللي نعملوا فيها ميزانية نحب نفهمها نحب نفسرها المواطنيين ما هي ميزانية؟ نروا الموضة ميزانية هي تخرج من بلان كنكينال كل البرنامج دولة متاع خمسة سنين قدام من بلان كنكينال اللي عملوا مع المؤسسات العمومية دي كونترا بروغرام إيجا يا مؤسسات عمومية هاو الالتزامات متاعكم على الخمسة سنين الجيين ومن غادي نبني الميزانية القانون اللي ندعي له هنا مش قانون جبائي وتقني هو قانون اقتصادي بامتياز وهذا ما شرى فيه او استثماري تقصد سنين اقتصادي بامتياز توجيهي تنموي تحفيزي تنموي كلمة تحليهم منشرى فيهم هذه موضة يتم يجمعوا جمعاتنا هذو ما بتاع جبائي يقعد وراء طاولة يقولوا هاي اليوم في ميزانية الدولة اشنا عملوا قانون جبائي خيانا الواد في ناصر عملها قانون جبائي عملها قانون اقتصادي يرحم بوك يا والدي يفسروا لبعناه لبروتاغونيس ايكونوميك وين ماشين خالي احنا نخمو معاك هذو مش موجود ثاني حاجة نحب نقولها هذا ضغط جبائي راهيب 2023 الضغط جبائي راهيب جدا للمؤسسات اللي هم خارجين من أزمة كورونا واللي هم خارجين من أزمة الحرب الإنقرانية ثالث حاجة هي هالأداء على الثروة الضريبة على الثروة العقارية الضريبة على الثروة العقارية هذا حلو بيب حلو بيب اليوم صفر فاصل خمسة تتشوف بشوية بشوية تنميوها حتى ليني الناس كل تولي يتهرب بفلوسها حتى لين والاشكالية اشكون يقول قيمة عقار انا اخذيتم عند الوالد عنده عشرين سناء اشي يقول لي هذك امانا توسومه خمسة ستة مليار دويت اشكون مشي يعطي القيمة هذة اشكالية كبيرة مش عارش كيف نخرجو منها اخر حاجة هو الضغط في التضخم خطر اللي نعملو فيه انت كتزيدني في الادات مو مشي زيدك في الاسعار اخوي اش عملنا وجمليح اليوم انت يحكيوا على التضخم تحداش في المياه مش توصلوا للتطلاش وربعتاش احنا راهو فاما انسوي فطناه راهو راهيب من اخطر ما فاما قيمة الدينار راهو قاعدين تهريو فيها تهريو فيها انت روتر بالادات لازم تكفوا من الادات خاطر الاقتصاد معناها رجال اقتصاد ما ينجموش تخو دمبو تشو دمبو فاما تهر بجيبائي بشوالي راهيب احنا كمحاسبين مش نشوفوا تهر بجيبائي كبير مشوفوا حسابات مجين الكل هما فيك دي بيرت معناها خسائر ومعناها حتى لمبو سيانيس يعطيك صحة سيماهر هنا اسمح لي بشي نطرح لك سؤال يعني كمحاسب بتابعة الحال هو هناك من يعتقد ان هذا القانون وضع ايضا لتأطير هذه الانشطة الموازن هل انكم تشاطروا هذه الفكرة ولا لا سيانيس ثم سؤال الثاني لو تسمع جاوبنا عليهم يعني هناك ردود فعل كبيرة من الاطباء والمهانسين المعمريين والمحاسبين والخبراء المحاسبين وغيره هما يقول لك هذا مش يضر المواطن مباشرة هل فعلا هناك ربما هذا الغطاء اللي هو المواطن ام هي مست المصالح متاعكم هذه الاجراءات الجبائية سوز أسل على كل كنعمل قراءة للاجراءات بايا متانسانيش في الاسألة متاع اتفضل ميسج منهجية كنعمل قراءة في الاجراءات الجبائية نلقاوها اجراءات تتعبئة موارد الدولة بدون اي رؤية اصلاحية اقتصادية او اجتماعية احنا في البيانات مدعناش قلنا قلنا الميزانية يزمها تترجم رؤية اقتصادية واجتماعية بمعنى قبل سيمو حامد صالح كان في وزارة المالية قبل وعملنا مجل التشجيع الاستثمارات تشجيع التصدير لازاكتيفيتات دو سوتيان اللي نحي نالهم كل ما هو صحي وتربوي ثم محاور تنموية اللي الدولة تشجحها على المستوى التمويل ولكن ايضا على مستوى الجبائي ومن ثم تكون فيما اجراءات على مستوى قانون المالية قانون المالية ما فيه حتى اجراء من هذا القبيل وسمحني سيمو حامد صالح نقوله احنا السريكات المصدرة كليا مصدرة كليا مش جيك للأسئلة سي شكر 50% ما حاش تهمش بال50% بصراحة اللي معناها وزيد خلص تفياء وراحة وزيد معناها فيه سوق صغير جدا معناها وفيه الاشكاليات الاشكاليات هذية الاشكاليات لمقاومة تهرب الجبائي او التهريب او التهريب انا ما شفت هاش حتى العشرين في المياه معناها على مستوى الدفع نقدا معناها كخرامة هي معناها اجراء عقابي نراه اكثر للمؤسة اللي هي ما تتحملش معناها واقع المعاملات التجارية والمالية في تونس اللي تتحملها الدولة اللي هي يجب ان تفرض القانون ولكن معناها ما تعاقبش ثاني حاجة على مستوى التصدير ثم والاستثمار انا نراه هذا القانون يضرب الاستثمار والتصدير جزاء العديد من الاجراءات اتعقد على المستثمر الاجنبي والتونسي معناها الاجراءات الادارية بما فيهم كيتيوس فيسكال معناها بشياخو بطاقة الاقامة بتاعه والعديد من الاجراءات اللي متخول لوش باش يكون يخدم في اريحية كي نرجع للمهن الحرة المهن الحرة وكانت واضحة الاجراءات بتاع التيفياء او الحاجة بش تكون على كاه المواطن كل سواء معناها للمحامين او للأطباء او خاصة للمهنسين ولماذا لانهو المستهلك الاخي والتيفياء ليست معناها ليست شفافة نعم شكرا لك ياتيك صحة في النقطة هدية وفي بعض العديد من الحالات سيتحمل المهن الحر الفارق هدية لان في الدولة الدولة لا تعترفوا بالنسيون تالورتاكس ومعناه والتيفياء نعم سيم حسن هل تعتبر ان الاجراءات اللي كنا بصدادها الان والتي ربما سنتابعها بعض القليل هي مواصلة لاصلاحات الجبائية وكذلك ترشيد للامتيازات الجبائية ام عكس ذلك شوف سينجح أنا سيكون أمين وأجيبك بكل سرح هذا القانون ليس بقانون مالية للإصلاحات الاقتصادية لم يتماشى مع ما تذهب إليه الحكومة في مجال الإصلاحات الاقتصادية هذا القانون ليس له علاقة بالظرف الاقتصادي وخليني اهو بش نعطيك بعض الأمثل حتى جوابا على سيدة وزيرة المالية اللي قالت في الندوة الصحوبية أن هذا القانون المالية ليس له التأثير على المواطن أنا بش نقول لك هذا القانون لم يأخذ بعين الاعتبار تردي المقدرة الشرائية للمواطن التونسي يسينجح حط في بالك روما الكوفيد التوى نسبة الفقر زادت بخمسة في المياه وعند نسبة بتالة أكثر من خمسة في المياه على مستوى المؤسسات كيف كيف النسيج المؤسساتي التونسي يحتضر شوفي اليوم شوه اللي بيامان فش يعانيوا يعانيوا في كل في التمويل أكثر ما حداش في 12% يعانيوا في أعباء اجتماعية في ارتفاع وتزيد صلت عليهم هذا الضغط الجبائي الرهيب والغير مسبوك أنا بش نقول لك خليني نقدموا شوي على مستوى المواطن العادي أنا وانتي ولو خيال كل شوه القانون المالية لسنة الثلاثة وعشرين شو أعطاك أول حاجة نقص لك في نفقات الدعم بستة وعشرين في المياه راهوا يا رسول الله كنقصه في نفقات الدعم بالربع راهي القدرة الشرائية بيش تتراجع يلون فما دراسة نشرت تقولوا أنه على الأقل القدرة الشرائية بيش تزيد تتراجع بعشرة في المياه هذا بش يؤدي إلى مزيد تفقير الطبقة الوسطى هذا بش يؤدي إلى مزيد من الفقر في البلاد الإجراء المتمثل في تقريس كدفة الدعم ونفقات الدعم إذا كان ما يكونش مساحب بإجراءات تحويلات نقدية مدروسة وبطريقة علمية فأنه نتائج ستكون وخيمة على القدرة الشرائية وعلى السلم الاجتماعي يجيك الحاجة الثانية ودائما على مستوى الفرد إلوما الإجراءات الجبائية بكلها ستضرب القدرة الشرائية وتضرب المواطن إلوما كترة فعلي في التفياء من سبعة إلى مفتتاش إلى تسعتاش بتاع الفوكا ومتاع الكونتابل والإكسبر كونتابل إيش كون بش يدفعها إيش كون بش يدفعها المواطن الضعيف هون بش يدفعها المواطن هو من يستحمل هذا العبء الجبائي وبالتالي الفرد إذا كانت نقص له في الدعم بالربع سلط عليه ضغط الجبائي النتيجة هو تفقيل المواطن هذا لو مش كلام إيديولوجي ما هوش كلام غير علمي هذا كلام حقيقي وعلمي نجيك للمؤسسات اليوم في نفس الشي احنا شو اقتصادنا باش مبني 95% مؤسسات صغرى ومتوسطة وهذاك هو عماد الاقتصاد التونسي هنا نعطيك عنا اليوم بشواليو عنا زوز أنواع متاع الشركات الشركات الخاضعة للأداء على مربيح 35% شو الأعباء الجبائية عندك 35% عندك 10% أداءات على توزيع المربيح عندك 4% إذا هذو مقدش يجيو يجيو 49% يا سيد يخوذ الشركة 39% 39% شوف لي الدول المنافسة أدرس تركيا المغرب أدرس حالأوروبا مناش فرض وضعية يمكن لا عيشك اليوم مؤسساتنا متالبة احنا متالبين أن نوفر الظروف حتى تكون مؤسساتنا لديها نفس القدرة التنفسية نرجع نختم قل من ثانية المؤسسات الأخرى اللي تدفع 15% أداء على المربيح 15% زيد 10% أداء على توزيع الأرباح وزيدها 3% هذا ما يجيو 28% شوف البيامر قدش يخلص وأداءات في الدول المشابهة إذن نقول لك هذا القانون المالي يكرس المجبه ويكرس دولة المجبه ونتائجه ستكون وخيمة على المواطن وعتيتك الأرقاب وعلى المؤسسة وبالتالي أدعو السيد رئيس الجمهورية أنه يأخذ إجراءات والإجراءات ممكنة والأسلحات ممكنة وإسلاح الجباية ممكنة خارج قانون المالية وإنتخاذ إجراءات لدعم الاستثمار ولتحقيق الإنعاش الاقتصادي خارج قانون المالية ممكنة اليوم ما يجبنا ناخذ إجراءات بيش تحافظ على المواطن وقدرته الشرائية ونحافظ على المؤسسة ونحقق الإنعاش الاقتصادي وإلا المسير سيكون غامض للاقتصاد التونسي عموما نواصلوا مع الدفعة الأخيرة من الإجراءات نجح بشنا أنه نبدي بعض ملاحظات عندي الحق عندي الحق أنت ساعة نشكرك على العمل اللي حضرته الناس محمد صالح على مستوى هذه اللي ديابو وشراء هذه اللي كنا نبي صددها أعطيك الصحة أنا كما ترشمينا أنا اللي قالوا لأخيين نحترم برشة الأفكار والإذافات اللي قدموها ولكن في نفس الوقت عندي بعض الملاحظات واختب ديسي محسن قال بالنسبة للنافقات لإستثمار قانون المالية سريع 23 4.7 أحنا في 22 كنا مبرمجين 4.1 إشه تلقينا في قانون المالي التعديل تلقينا 3.5 وبالتالي في الظرف الصعیب كان إينا نقول نفقات التنمية تم ترفيعة فيها من 4.1 واللي في التعديل من 3.5 إلى 4.7 تسمى عملنا تسمى ياسي محمد صلح يبارك فيك أنا القري اقتصاد دولة تستثمر الدولة تستثمر يبارك فيك دولة تستثمر وتجيب الموارد إذا كان الحكومة ماش قادرة بس يجيب موارد الاستثماط عليها المغادرة أنا شو نقول 4.7 منبر للأراء الحرة مني على الوقت لا مش خليلك حق الرد تفضل الـ 4.7 موش المشكلة أنا وريدك أنا بالأرقام اللي يفهم الترفيع المشكلة مش خادي كعملنا 4.1 ما حققنا كان 3.5 كنا نبرمجه في 7.6 وما نعمله كان 3.5 وبالتالي المشكلة الأساسية في نفقات التنمية عند إنجاز التنمية الحقيقية على ظو المبالغ التي تم رصدها لهذه المشاريع هذا الوشكل له الاثنين توا الاثنين بش نمشي السيئانيس حكيها على الواجب الجبا أنا نجي منأكد مدام عندي نسبة التهرب ضريبي في تونس اليوم في حدود 50% علاش قلنا التصريح الغير مودعة هذه كنسميناها أحنا الإغفالات بالعربية ونسبة التهرب الضريبي قلت وزارة المالية مجلس النوية بالنسبة للنظام التقديري بالتقارير متاح 40% أنا وصلت كنتيجة معدل 50% التهرب ضريبي النتيجة نخرج بها ليس هناك القيام بالواجب الجبائي على أحسن ما يرام بالبلاد التونسية ثلاث سي جمال أنا قيط حاجة بها قالها سي جمال غياب الرقم هذا هو السر متاع النجاح كان غدوة تحبه نعمله نتائج بها هو الرقم وتترقنا تعاود برشة تعاود برشة مصالح الجباية للقيام تترقنا إلى هذا العنص سيماهر سيماهر قال التنمية ليس موجودة في قانون المالية التنمية يلزمها تكون موجودة في الميزان الاقتصادي أنا عندي ميزان الاقتصادي تلقى الخطوط العريضة متاع التنمية أنا قناعتي راسخة قانون المالية له فيه مشاريع تنموية وله فيه إصلاح الجباية بس سي محسن خطر حكينا فيها هذه كفيها قوانين خاصة لدفع الاستثمار والإصلاح الجباية مش في قانون المالية اللي نقعده كل عام نغيره في الإجراءات ونمس بي استقرار نسب الجباية اللي أكبر خبير في الجباية ما عادش ينجم يفهم الجباية في تونس الضغط الجباية سيماهر مرتفعش شنو الضغط الجباية هو المداخل الجباية نقسموه على النتش داخل الخاب كان 24.9 في قانون المالية التعديلي اللي عملناه قانون المالية سنة 23 25% هذا الضغط الجباية الحقيقي فانا وقت نحكيه على 35 خطب بعض الخبراء وقت نزيده الاقتطاعات الاجتماعية وقت نوليه 35 أما اليوم رسميا الضغط الجباية بالأرقام في حدود 25% قيمة العقارات قيمة العقارات هذه مشكلة مصالح الجباية هي اللي تقيم اليوم كتبيع عقار أنت أما في معاليم التسجيل كتشري ولا القيمة الزايدة أنت تحط المبال تحط تحب عليه في العقد مصالح جباية الدخل عندها ما يسمى آلية التنظير تمشي تاخد ثلاثة عقود فكل مكان هذاك قريب وتقولك لا المتر مربع وهاكة ومش هذي بشوية 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 خليه كمال الخطر هو استحلكم المجال مثل خليه كمال بزيل عن الإجراءات تنظيمهم صالح تيقى سياني علشه أنا مقاطع هو مقاطع حتى واحد شوك هذي إذا كان يقول ما همش راضين مثلا لدار والمعني بالآمر شي يصير يصير قرار تضيف الإجباري تمشي للقضاء الفصل ستين مجلة الحقوق للإجراءات الجيبائية ينصف بصريحة العبارة لا تعيين خبير عقاري هو الذي يقايم القيمة الحقيقية وبتالي ليس هناك مشكلة أساسا في تقييم القيمة الحقيقية حسب المراحل اللي قتلك عليها التور سي نجح سي محسن رجع قال بالنسبة للأداء على القيمة المضافة شوف نحن في الإسلاح الجيبائية بش ندوى وضحية أنا عندي 22-22 من قدم استقالتي من وزارة المالية خليتهم يحكيوا على الإسلاح الجيبائية في مات الأداء على القيمة مضافة وهو في آخر المطاف بش نوصله للنسبتين اليوم 13% بش نتنحى صحيح اخرجنا احنا ميانة حرة نزال فيه حاجة بسيطة بش نقعده 7-19 وبالتالي هذا كمبدأ أساسي في إسلاح المنظومة الجيبائية بعد شعرنا برش وقت لو تسمح سي محمد صالح مسيح هذوكم لقطتين هذوكم ورد عليهم وبعد وقت اللي نستعرض نزيد هذه بركة في العالم الكل دائما الأداء اللي يمضافة المهنة الحرة هي النسبة العليا للتومة جورية في العالم الكل قدنا كنحنا في تون 13% وبتالي كي رفعنا فيها في 19 ما وش معناها استثناء بما هو معمول به في بقية دول العالم كل واحد وضح وجهة النظر لو تسمح معاش النجم وكملوا ككل لأنه عنهم خمس نجرات نكملوهم بربي استعراضا وليس تفسير استعراضا نمشون عدد 16 الترفيئة في نسبة التسبق على موارد الاستيلاك هذه معروفة هي التسبق أفانس عند التوريد بعض المنتجات كانت 10% تم الترفيئة فيها إلى 15% باش نبدأ واضحين ما يشل نسي خطر القانون واضح وصريح قال بالنسبة للأشخاص الذين وللمؤسسات التي لم تصرح بجميع الأداة والمعاليم والمستوجب معناها اندفو ما يش قايمة بوجبها الجبائي أو تخلدت بذماتها ديون مثقلة دقبضات المالية هذا ما بارك العشرة باش تولي 15 النقطة عدد 17 التجيئة على إداة تصريح الجبائية هذه خطايا التخيير أنا اللي هنا تشوفوا نسبة متاع خطايا التخيير فيها ارتفاع مجحف أنا أقره بذلك والحقيقة لم يتم عرض زيادة هذه الإشكال على المجلس الواطنية الجبائية مش نبدو واضحين هذه من 0.75 كنتمشي بصفة تلقائية لإداة التصريح وليت 1.25% وإثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية كانت 1.25.17 كان اللي خياني يتبعوا فينا إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية 1.25 وليت 2.25 إذا كان تتجاوز المدة متاع ستين يوم على إداة التصريح هذه سميناها الخطايا معناها اللي هي قارة إذا كان أقل من ستين يوم تتزيد كانت 1.25 وليت 3% أم إذا كان في التصريح تتجاوز القيام بإداة التصريح ستين يوم كانت 2.5 وليت 5% المبلغ الأدنى المبلغ الأدنى بتاع الخطايا كان 5 دينارات ولا 10 دينارات الديوانة كان 0.75 ولا 1.25 والديون لدى قبضات المالية كيف من 0.75 إلى 1.25 الحب من دفع الأموال النقدة النقطة ما برش مهم عاوضهم بنسبة 20% من المبلغ المدفوعة نقدا شو تقول هنا كما تحبش تخلص 20% الخطايا ما تدفعش المبلغ نقدا يمشي يعمل شيك يعمل تريت يعمل تحوير بنكي وبالطريقة لا تتحمل الخطايا ألف مليون دولار تتصرف تمشي حرام في بورترادس سيريستري خلنخموا المصاريف هذا كيف يش ندخلوا قلنا قلنا جيباية أي وكي والمصاريف نمشيولها هذو ما لو كان نشريه طرق سكانير ونحطوه في رسج دير شوف قديش شوف قديش يدخلونا فلوس تعرف كم يون قديش يستنى في رسج دير تعرف عنا سكانير واحد قالوا ثم مشروع عم تعزو سكانيرات جيد احنا كنا في ليبيا ثم حاجة مهمة جدا في التانية ميزانية التانية ما صحيح كلامك نبرمجه أربعا نلقوا ثلاثة نبرمجه يا سيدي احنا عنا خمسة مليار دولار موضوع على ذمتنا موجودة مسحة بقوانين بصرفنا هامش هذو ما هذا مربط الفرس هذو ما كيف نصرفوا منهم مليار دولار شوف قديش تدور باي كليم على ليبيا كليم على ليبيا لو سمحت سي جمال وانتي مزيد كيجيد طوى من المطاع احكينا شنية في دقيقتين شنو توصلتوا للزيارة هذه وهذا مجال آخر متع التنمية التعاون الدولي مع ليبيا بالذات هذيك مجال تنمية هذيك يدخل فلوس هذيك يمنع الميزانية عليش قلتك أنا مكامة تكونوا تكونوا ميزانياتكم هذي نمشيوا نخدموا مع بعض نحنا مشينا قطاع خاص المرة هذه اثر الزيارة بتاع سيد رئيس الحكومة الليبية لليتيكا جانا المقر لليتيكا جيزت حاجة خارقة للعادة انا عندي ثقة في القطاع الخاص التونسي وبعدين استدعاونا كنا غاديك وقابلنا كل المسؤولين شنية الخلاصة خلاصة عطين شنية الخلاصة انتي تمشي وتقابل كل المسؤولين في الدولة ويقول لك ايجي نخدموا مع بعضنا احدا عنا ديون عليكم عيب هكي يقولون المسؤولين الكبار عيب اللي ما خلصنا كمشق بل سامحونا كنا في ازمات كبيرة احنا مش نبدو بالخلاصة الكلينيكا تستهج تينيسير والمقاولات هنا بالأساس طيب شكرا الموضوع الاهم انه طوى نصدره في مليار دولار فقط الليبيا فقط فقط لو كان نعمل ثلاثة اسكان هذا توديد خمسين في المية بسرعة خطر كميون الكبار ثلاثة هكا وثلاثة هكا يولي يمشي يبعث بابور احنا نعمل مليار دولار مقاولات نعمل هذه حلقة اخرى على تعاون مليار دولار مقاولات ونشكر جميع قريفي لانه معاش عنده وقت العقيقة ان شاء الله انا ادعوكم الى حسة اخرى حسة اخرى وعد مني انا باش نزيده نتوسعه في الاجراءات بنفس الفريق باش نزيده نتوسعه في هذه الاجراءات لانه عنا فقرة كوتشينج بعد شوية التقييم داخل المؤسسات فضل زملائي نختم بهذه الفقرة فضل مرحبا بيك سل سبيل العشري على وسائل المختصة في التنمية المشاريع في المؤسسات مرحبا بيك شلي اهمية التقييم في المؤسسة هيت نبدأ وشلي التقييم نعم التقييم مثلا ما يصبح بمؤسسة احنا ديجا اخر العام المؤسسات اللي كلها تعمل في التقييم شنو ولا يمشي شنو ولا يمشي شنو ولا نجمو نحصنو فيه العام الجديد 2023 كتعريف بسيط ومبسط للتقييم في المؤسسة نجمو يقوله التقييم المؤسسة هو عملية شاملة لتحديد القيمة الاقتصادية المؤسسة او وحدة صلب المؤسسة ككل لشنو يصلح التقييم في المؤسسة اهمية التقييم نعم فضل في كل متين كفيسة يمكن استخدام تقييم الاعمال المؤسسة قصد تحديد القيمة التجارية لأسباب مختلفة بما في ذلك قيمة المبيعات ملكية الشريك وضراب وحتى جاءت فسخ العقود حتى لنها فما ذا رأى باك نعم الجدو بالتقييم شنو الجدو بالتقييم في المؤسسة يقول القيل عليش نعملوها احنا التقييم شنو الجدو منه اولا اضفاء اكثر مرونة في تسير المؤسسة كان قيموا المؤسسة في في فترة زمنية اقصر من انه ناخذوا اثناش من شهر في عام نجمو يكونوا اكثر مرينين اكثر فليكسيبلا اكثر اجيل في تسير المؤسسة عنا تحسين استراتيجية العمل لصب المؤسسة الوقوف على مواطن خلل في سير المؤسسة تحسين انتاجية المؤسسة نحكيه على القانون المالية التخطيط الاستراتيجي لتحسين مردودية المؤسسة في ظهر متغيرات محيطها والعالم بصفة عامة تعدينا بكوفيد تعدينا اعتوى على محرب عالمية بين روسيا و اوكرانيا يزن فما تخطيط استراتيجي بيش نعملوا استبيق للمخاطر والطوارئ تحسين مردودية المؤسسة البشرية واعادة هيكلة الادارة ان طلب الامر نشوفوا المؤسسة المؤسسة البشرية متعنا الخدمة الموظفين في المكان المناسب ويلا عنده كفاءات ينجم يمشي نعم شكرا لك سلسبيل عطيتنا فكرة شكرا في نهاية الامر انت الفت النظر الى موضوع مهم جدا يلزمنا رسخوا ثقافة التقليم في المؤسسة ثقافة تقليم اذا نختم بالمؤشرات كما العادة مشاهدين الكرام تيوناندكس 0.49 في صعود المؤشر اليوم الاخفال عند النقطة 8073.04 بالنسبة الى تيوناندكس اليوم بورسة تونس سعر صرفة دينارة تونسي 3.12 بالنسبة للدولار و3.33 بالنسبة للأورو اسعار النفط الخام 78.05 نفط برينت 83.09 نوع من الاخفاض بالنسبة لأسعار النفط في الأسواق العالمية ونختم بأسعار الذهب 5.659.38 بالنسبة لسعر الأوقية وغرام ذهب عيار 18 136.48 دينار تونسي وكذلك غرام ذهب عيار 24 181.23 هذا هو مشاهدين الكرام يزمني نشكر ضيوفي اليوم سي محسن حسن الخبير الاقتصادي وأيضا سي جمالق سيبي رئيس الجامعة الوطنية المستدر البناء والأشغال لنعود الموضوع ليبيا إن شاء الله وأيضا نشكر سي محمد صالح العياري المستشار الجبائي سي ماهر قعيد الخبير المحاسب وكذلك سي محمد أنيس عيسى رئيس مجموع المحاسبين التونسيين ومرحبا بكم جميعا في تونس الاقتصادي شكرا شكرا نشكر كل فريق العمل معي هذا المساء إلى اللقاء